اشتركوا في القناة اي شي خربان في القيم عادي يا شباب خربان ما هي مشكلة حيصلحوه حيزبطوه حيجلس ويجربوه حيجلس يلعبوه انتو خشوا في القيم من منطلق انه تبغت you want to have fun اللي بيلعب رانك ده حين الرانك مفتوح الفكرة من الرانك حاليا خلاص يعني الرانك ريوردس حق السيزن 11 عشرة خلصت الفكرة من الرانك ده حين انه انت والله بس تحاول ترفع الممار حقك على اساس لما نبدأ السيزن الجديد وحطوك في الفلسمنت انت عندك فرصة انه تلعب بطريقة عادة او بممارة عادة فبالتوفيق ان شاء الله عامة we will dig in خلينا نبدأ الفاتش نوتس الفاتش نوتس هذا مرة طويل انا اول مرة اقرأ صراحة كامل بالتفصيل فححاول امر على كل التغييرات اللي صايرة فيه ونتكلم عنها التغييرات حق الاتيمازيشنز مرة كبيرة هنسوي فيديو سلسلة عن الاتيمازيشن ان شاء الله في نهاية السنة بعد ما يثبتوا البالانسيز حق الاتيمات على اساس يعني اكيد هتتغير حاجات فيها مرة كثير بس اليوم هتكلم عنها بتفصيل الى حد ما على اساس احاول يعني نشوف ايش الاتيمات اللي هتتلاعي في كل رول وايش الفكرة فيها وبعدين هتكلم عن التغييرات عامة اللي صايرة طبعا بكل بساطة النيو ايتم هايلايتس ولا الحاجات الاساسية اللي صارت في الايتمز انه صار فيه ثلاثة types of items عندنا صار عندنا الايتم شوب الجديد غيره شكله ما هتكلم عنه بتفصيل شكله جديد الفلتر فيه جديد عد كل واحد يبغلو يدخل الجيم ويلعب فيه على اساس يشوف how it works this is how it looks الركومندد يعطوك الايتمز اللي هي ركومندد للرول حقك واكشل الركومندد حاليا لحين صارت شوية سمارت بفكرة انه يخلو لك الركومندد على حسب الناس اللي قدامك مو بس انه والله دايما ابنيها بنفس الطريقة ولايك الفكرة هذه فيهم انه بدأوا يهدو لك الركومندد بيست على حسب كيف الجيم يبغى بس من وجهة نظري طبعا الركومندد لسه مرة خطأ لانه الركومندد ما تحسب حساب التيم حقك ايش الكمبوزيشن حقه بس تحسب حساب الادم اللي قدامك ايش بس مو معناه انه والله يعني ما هي خطوة بوزيتف مقدمة تساعدك انه انه انت تختار ايتمز على حسب الناس اللي قدامك فاذا انت من الناس اللي ما تعرف تقرأ الايتميزيشن بنفسك بحد ذاته اعتمد عليهم الان ما انت تبدأ تفهم كيف تنبني ايتميزيشن على تيمز نبني ايتميزيشن على حسب الكمبوزيشن حق التيم حقي وعلى حسب التيم اللي قدامه اي اكشيلي يعني من وجهة نظري صحيح انه الشكل كده شوية بلقي وكبير بس اظن التعديلات اللي فيه صارت مر يعني تخلي حياتك اسهل انا ما لعبت للاقيه مواحد صراحة بالتشينج اليوم بس شفت مثلا الحاجات اللي هي جاهزة جنبك هنا عالسريع كده تقدر تأخذها من دون ما تدور عليها هنا اظن يعني اعطوه اعطولو وقت يا شباب عشان تتعلموا عليه عشان تتعلموا كيف تأخذ حاجات بسرعة بس كانت الفكرة عندهم انه ما نسوه ما نسوه ديزاين انه انت تقدر تختار الائتنز وتلاقي الحاجات اللي تبغاها مرة بسرعة أسرع من زمن وفعلا لو انت تعوت عليه حتلاقي نفسك بديت تسويها أحسن فاوسعوا صدركم مع ترى وطبعا هذا مو الشكل النهائي له ممكن في خلال الشهرين الجاية نشوف تغييرات بسيطة تعديلاتها هادية تقدر تصغير حجمه اصلا اهو يعني اليوم مارك بيقول زي ما قلت لكم انه والله مستعدين يعني فيه ناس كثير بيطلبوا انه صغروا حجمه وكبروا حجمه نبغى نحن نصغر ونكبروا براحتنا فقالوا نحن سوي لكم إياها فاكيد حتكون فيه تعديلات متوافقة مع الشغلات هذه فهو موضوع الـ Data-Driven Recommendations اقول لك اوكي الـ Recommendations ما حتكون ثابتة حتكون متغيرة على حسب الناس اللي قدامك اوكي ففيه وفيه اللي هو الـ اش اسمه الـ Data-Driven طبعا تقلل سوي لها Filter By Mythic By Type By Damage فيه مئة ألف فيلتر والشي الوحيد اللي تقلل سوي لها شباب تتعلموا على الحاجات الجديدة والتغيرات اللي فيه لانه ياخذ مرة وقت طويل اذا انت اوه مجديد اتغير عليها دايما طبيعة بني آدم لما فيه شي يتغير عليك كده ردة تفعله اول مرة يكش وبعدها لما يبدأ يتعود عليه يشوف اوه والله سهل حياتي فعلا فعطوا لها فرصة وحاولوا تجربوا على اساس تتمكنوا وتتحسنوا وتقللوا تتعاملوا معها بطريقة كوي اوكي صارت فيه Class Tabs طبعا ما كانت فيه Class Tabs أول فوق هنا تختار على حسن الـ Items حقة الـ ADC الـ Items حقة الأساسين الـ Items حقة هذا وصار فيه Recommended Tab وصار فيه Stats Filter يعني الفلتر زادة موجودة من أولك بس كانت بطريقة مختلفة فدحين تقلل تختار أبغى الـ Class الفلاني بالفلتر الفلاني فلا تنسوا يا شباب يعني أعطوا لها فرصة و لا تنسوا أنه فيه Quick Bar Items اللي في اليسار هذا اللي في اليسار مرة جيد يعني لما تفكوا يعطيك Quick Bar Items الحاجات اللي هي دائما نشتريها بره بسرعة جاهزة الشوز الـ Items اللي أنت تبغاها Item Sets أنت ممكن تسوي Sets لنفسك وتخليها موجودة هنا جاهزة عشان تختار منها بعدين Auto Do Item Sets هذه طريقة بسيطة ما هي صعبة يمكن لك Arid Later بطريقة الـ Inventory حقك يطلع هنا وردي موجود على أساس لو تبقى تبيع حاجة والتي تختارها وردي من هنا ما تروح على الـ Inventory حقك تحت يعني ملازم طالع فهنا يطلع في اليسار تختار عليه وتبيع الأيتم وتشتري اللي بعدها أو يـ Upgrade الشيء اللي بعده اللي هو مرة ضرورية يعني صار فيه Classifications للـ Items الـ Items صارت مكسومة 3 أكسام في عندنا حاجة اسمها Mythic Items في عندنا حاجة اسمها Legendary Items وفي عندنا حاجة اسمها Epic Items الميثيك Items هذا Class Items جديد هذا الأيتم الأولى اللي الكل لازم اشتريها أيتم جديدة مرة قوية المفروض فيها الكورستاتس حقتك أو يعني حنتكلم عنها بعد شوية حنتشوف الميثيك Items هتفهموها الليجندري Items بيستيكلي نفس الأيتم الكديمة عشان كده بقول لكم ما في تغيير كثير إنهم تشوف أوه أيتم كثيرة وتغيرات كثيرة لو تلاحظوا الميثيك Items اللي تغيرت حبتين وفي بعض الميثيك Items من الأيتمز القديمة أصلا أوكي يرفعوها زي ترينيتي فورس مثلا خلوها Mythic وغيروا الأستاذ حقتها والليجندري Items نفس القديمة بالضبط Black Cleaver Infinity Edge الأيتمز هذي كلها اللي نعرفها أتغيرها أتغيرها الشكل حق الأيكون حقها بس هذا والأيتمز اللي هي الأيتمز اللي تبني اللي هي المكونات اللي هي الخلطات على قول لكم يعني هذي صارت Epic Item هاو هذي Mythic الأيتمز الجديدة وفي بعض الأيتمز القديمة اللي يرفعوها الميثيك Legendary Items أصغر الأيتمز المكونات الستارتر is the starter أوكي فإن ترمزه صار بس ترتيب يعني تشكيلي يعني وفكرة أنه الميثيك ايتمز ما تكتشتري منها هلا واحدة والليجندري ايتمز قتشتري منها زي ما تبغى والميثيك ايتم يسوي بوف للجندري ايتمز هنتكلم عليها بعدين والايتمز فممكن تسوي سيرت دور لي على كل الايتمز اللي هي ايبك عشان تبغي دور لي على بس الميثيك ايتمز فعملينها for filtration only وطبعا الستارت هذا اليونيك حقها إنه إذا هي mythic بها تكرت تلعب ايتم 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 تانية اليوم شفت كثير هم يلعبوا اشترى ايتم ايتم بعد جاي بيشتري ايتم ايتم تانية ما يخلي ليه ماني قاعد راشتري ايتم هادي لانه هادي mythic وما هو مسبوع لك اللي تشيل واحدة mythic item هنتكلم عليها وردو بالتصو وياه 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 so mythic items are unique and you can only buy one at a time تكرت unique وما تكتشتري الا واحدة at a time each mythic item has a passive that grants you legendary items bonus stats زي ما قلت لكم الاتم الميثيك فيها passive تزويت ال stats حقها ال legendary items اللي تاخدها اوكي فأي بعد ما تشتري mythic item في كل mythic item هاو زي هادي مثلا gale force ايش تسوي grants all other legendary items 3% movement speed كل legendary item عندك هيزيد يعني هيزيد لك 3% movement speed على كل legendary item عندك يعني عندك ال item هادي وعندك 6 و 5 legendary ثانية او 4 legendary ثانية حيكون عندك 4 ضرب 3% حيكون عندك 12 فكل mythic لها base stats ولها unique effect ولها mythic ايش اسمه passive يعني passive تعطي ال itemات اللي بعد في الثاني and new mythic icons animated and shop بلا 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 هادي انه ال items لها ايكل جديدة وanimated ما يهمنا كلام هذا كله بالنسبة لزارفه فخلينا نبدأ بال mythic items حقة ال ADCs اوكي gale force طبعا النطق للأسماء اليوم مش شرط يكون صحيح نهائيا اوكي ولطقي للأسماء اليوم مو معناه انه ال item هذه انا عارف انطقها انه في items اسماءها عجيبة جدا اوكي وفي items اسماءها مرة غريبة يعني رافع ضغطي صراحة مرة يعني صار كمية ال items اللي عندنا انه شباب في والاناليست اللي في IAC قلنا اليوم عز الله يعني بعد ما نبدأ cast بالأيتمز الجديدة هذه ما احد فينا حيعرف يفتكر اي اسم ايتم انا رونانز هيروكين كل اسبوع انساء فما با لكم دحين بال كم تك تانك وكم تك تشينسو كم اكس بنسو وقيل فورس و كراك انسلير يعني بسيطة امورتل شيلد ومانا ومونستون و افلام هندية الله يصبرنا ويصبرهم اظنهم انعدوا من رون تيرا اوكي لما رون تيرا نزلت اللي بحقتهم حقت الكارت صارت فيها اسماء حاجات مرة كثيرة واخذينا الاسماء هديكة من اللور فقال لك خلينا انا بغنطبق الاسماء يعني هذا اللي بيقولوه شباب انه بيطبقوا الاسماء اللي موجودة في اللور اللي هو في القصص الحقيقية حق تريوت بيطبقوها في اللعبة ومن وجهت نظري صراحة ماني متقبل الموضوع عبدا نهائيا يعني انا كنت مرة مصوت على الاسماء القديمة لانه كانت سهلة يعني دون اسم بسيط انقالي سهل نحفظ سهل اللي هي اللي صارت ميثيك او الحجار الاتم زديد اللي هي ميثيك وكل رول برول حنمسكوا لحاله اوكي فاول شيء الادسي عندهم كل رول سواله 3 ميثيكس او بلاش كل رول تسواله 3 ميثيكس it's not true لانه لانه في رولات في ميثيكس حقتها تتداخل التوب والاساسينز الميد الكنترول ميجز والميد اساسينز يعني في عندهم ميثيكس تتداخل يعني ممكن تاخد الميثيك حق واحد تاني منهم الادسيز مرة بسيطة وصريحة وستريت فورورد مع انه فيها ايديسيز ممكن ياخدوا ميثيكس حقا تساسينز هنتكلم عليها بعدين باقول لكم الكروس ريفرنس اللي انا جاي في بالي بس الاساسية اللي قال لك والله احنا سويناها عشان الادسيز واحدة اسمها غيل فورس واحدة اسمها كراكن سليير واحدة اسمها امورتال شيلد لو الگيل فورس بكل بساطة تأخد تعطيك داش عشان موفمت سبيد هذي تنفع للموبايل شامبيون حنتكلم عن التفاصيل حق هذا الكراكن سليير هذي الانتي تانك تقتل تانك الامورتال شيلد لو يعطيك شيلد كبير عشان تسيرفايف زي ما كان ايش الاتم اللي تعطي اللي تعطي شيلد زمان اللي فيها اللي هي فرقة الغنطلت مش الغنطلت الثانية سلاحة اللي لما توصل هلثك لدرجة محددة يجيك شيلد حولك اوكي فنفس الشي زي الفانتم دانسر القديم فعلا نفس فكرة الفانتم دانسر القريب الى حد ما الگيل فورس التوتال كوست حقها 30000 البلد بات حقها ما حنتكلم على هذا بعدين حنمر عليه في ايتم زديدة في الابكس اتنسوها التامك دامج 20% وكريتكال سترايك 20% ولازم نلاحظ انه كل الابكس الشي اسمه اللي للأي دي سيز عهادي فيها كريتكال سترايك اوكي واتاك سبيد طبعا تختلف الاتاك سبيد والكريتكال سترايك على حسب على حسب الابكس بس كلهم فيهم نفس 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 الستاتس هالي عشان كده يعني الشامبيونز اللي ما يعتمدوا على التاك سبيد زي زي شي اسمه زي جن وزي ممكن حتى إزريل ولا هذا الاتيمات هذي نقول والله they are not the best fit for them مش افضل ايتمز له ففي ايتمز ثانية ممكن تأخذها بس هنتكلم عليها بعضو بعدين فلتساي الشي الوحيد اللي لازم تعرفوا انه والله عن انه ايش الافكت اللي تسوي هذا يخليك تسوي داش على دايكشن يعني تقر تسوي داش زي حق تلوسيا اي تشامبيون بالايتم هذا الاكتف تضغط داش يمين داش يسار داش ورا داش قدام في اي وقت كام وبعد الداش اوكي فمو بس داش داش ويضرب ضربة اوكي فجنكس يعني شفناها في الفيديو هات حقتهم جنكس كان فجأة ماشية جاء سوي عليها الكيو قامت لفت يمين ولا لفت يسار فهذه we have to watch for this item لما تكون على اي دي سي لو في اي دي سي ما اخذها مرة ضروري انه تنتبه لها انه تعرف انه عندي داش مع انه هو ما كان عنده داش وطبعا مو بس ال اي دي سي ممكن اي احد يأخذها للمعلومية الايتم هذي ما هي سبيسيفيك لأي دي سي جاك واحد في التوب لين ولا واحد في الميد لين ما الام صراحة بالايتم هذي وقال لك انا ابغاها هو يستفيد من الكريت ممكن يأخذها اوكي فليرنين نعرف الايتم هذي والايكونات حقتها مرة ضرورية عشان نعرف لما في احد اشتراها انه حيكون عنده الداش هذي موجودة ولا ننسى انه الايتم هذي يعني انت انت ما هي تقل تختار الا واحدة منهم فلو انت اي دي سي مثلا واخترت هذي ما هي تقل تبدل اثنين اثنين فما تأخذها لما يكون قدامك ما في تانكس لما يكون قدامك ما في أساسينز عشان ما تخاف تموت تمفجر من ضربة واحدة او والله وعندك 4-5 كيلات وتعرف انك تخلص القيم مرة بسرعة فتستفيد من الايتم هذي فانك تروح تخلص القيم كله بسرعة بس لا تنسى كا اي دي سي انت مرة سكوشي تموت من اي حاجة فقيل فورس قد ما انا اقول والله ممكن ابنيها كثير انا من الناس اللي يمكن ما يلعب بها كثير يمكن نلعب بكراكن سليير ولا بمورتل شيل بلو اكتر لانه طريقة لعبنا اسكيلين ولا طريقة الشامبيونز اللي لعبها اليوم وروني فيديو الشباب على قيل فورس على كيتلين تسوي لك اناميشن كانسل لأوتو هتاك بتسوي اوتو ولا اي فلاش اوتو اي بعدين تسوي قيل فورس يسوي لك اناميشن كانسل لأوتو مرة تانية ووذر هذا هل هو مقصود من ريوت ولا ما هو مقصود حنشوف بس اذا هو مقصود يعني انا معرفة الريوت هو ما هو مقصود جاء بالغلط لانه كمية الدامجة اللي حتطلع في كومبو واحد مرة عالية ايش يعني اناميشن كانسل هذا ديسكشن منفصل في يوم تاني في يوم آخر اذا ما تعرفوا روح على فيديوهاتي شرحت الانميشن كانسل في كثير في سلسلة التعلم ليكو في لجنز مش في تعلم اساسيات ليكو في لجنز فجيت سوي اوتو اتاك بعدين سويت يطلع الميسايل وبعدين يسوي اوتو اتاك مرة ثانية بسرعة ويديك اناميشن كانسل مرة كويلس فهذا معناه لما تسوي الكمبو حقك ومعاك الاتم هذي الكمبو حقك يختلف لا تنسو الكمبو هيصير مختلف حباته طيب يطلع الميسايل الميسايل هذي هتروح على أقل واحد جنبك لو جنبك ثلاثة هتروح على أقل هلث ما حتروح على أقرب واحد هتروح على أقل واحد عنده هلث اذا فيه اتروح الشامبيون اذا ما فيه اتروح الميليس دامج هذا مفصل زائد 40% ماجيك ماجيك دامج ماجيك تارغت با افتو 50% لا بلا لا تنسى انو الدامج اللي يطلع من المسائل هذي ماجيك دامج هذي واحدة من الحاجات اللي تخلي اللي تخلي اللي تخلي اللي اتمايزيشن في القيم عامة ان دحين شوية يصعب انو انت كأيدي صرت برضو تسوي ماجيك دامج طبعا الماجيك دامج هذا ماهو مهو مرة كبير بس اغين هشتري عندك ميكس دامج سترك يعني سوي ايدي وتسوي اي بي الدامج اللي حيط لعملها الائتم هذا از ماجيك دامج بعد كده الكراكن سلير الفكرة فيها سووها از الانتي تانك زمان عشان تشتري اي ايتم ضد تانك فلازم نبني الكور ايتم الاولى انفيني ايج مثلا والايتم الثاني اللي هو الزيل ايتم ان كان رابد فاير وبعدين تبدأ ثالث او رابع ايتم تشتري اللاست وسبر ولا لورد دومينيك ولا ولا شاسمها التاني هديك اللي فيها الانتي هيل ولا whatever حاليا the way the game is you can you can gain value على على armor penetration من اول ايتم زين المortal reminder فمن اوكي فمن اول ايتم يو اكشلي هاف شاسمه صلاة النبي اكل ثالث بيسي اتاك دي لز ادش نال 60 رو دامج يعني كل وبرضو 3400 لا ننسى شباب اول ايتم بس هذي الايتم اللي حنسوي لها rush اوكي هذي الايتم اللي حتشتريها اول ايتم ما حتشتري ولا ايتم تاني قبل كده خلاص اول نبدأ انفينيتي ايج لما نالعب بكيت لا حتبني واحد من التلاتة هدول على حسب الgame اوكي على حسب وعلى حسب الكمبوزيشن وانا حب الشغلة هذي انا حب انه انا ابني ايتم بيست على التيم اللي قدامي هذا يعطينا مختلفة دايما وفي نفس الوقت يعطينا في الجيم فكل يصير كده كأنه ريحته مختلفة عن الجيم اللي قبل مو دايما ابني نفس ال ايتم اشتري دور اشتري اي اشتري دور اشتري كل جيم مين ما يكون مع اشتري ما حاب بدأ اسوي الفرايتي الا بعدين متأخر في القيم وهذا في قيام كثيرة ممكن ممكن انا من يعرف صراحة حيبان في خلال الشهر الجاي هل التغييرات هذه خلت القيم وقت يقل ولا وقت يزيد حيبان معنا من وجهة نظري المفروض التغييرات كل الستاتس هذه احتمال تتغير احتمال تنشال احتمال تغير جزء منها احتمال يسوو لها تويكس فاي شي نقوله اليوم مو شرط هو اللي حيبقى مع بداية السجزان الجاي وزي ما قلنا الحاجات اللي حتمر على الشهرين هذه حاجات تجربية وحجلسوا يعدلوا فيها الأرقام ويمكن يعدلوا ويمكن يعدلوا شوية من الأفكت ويمكن يعدلوا من الباسف ويمكن يشيلوا قيام ويشيلوا ايتم ويرجوا عجزان بدالها ما ندري ففي كل الحالات فإن ترمز الدامج هذا اهو كل ثرث بيسيك اتاك ديال سيكستي ثرث بونس ايدي ترو دامج هذا معناها كل ثرث اتاك حتسوي ترو الباسف حقتها الباسف هالي يعني ثرث التاك حتسوي يعني كانت تشيل من هلث قدي كده دا حين هتشيل من هلث قدي كده يعني هذاك باسف ترو هل اللي هو ماكس هلث دامج من الباسف حقتها وده حين ستي زائل 30% بونس ايدي طبعا لا تنسى انه 30% بونس ما حتشتغل لما تجيب ايتم ايدي ايدي ليتر اوكي يعني في البداية حتكون ضعيفة كل ما ستريت ايدي ايتم تحتزيل ولا تنسوا برضو كلمة بونس ايدي معناها مش الماكس ايدي حقك معناها الايدي اللي يجيك من الايتم اوكي فما حتاخد الحق مرة في البداية كثير على ايدي ايدي ما ما تشتري اكتر من ايدي ايتم بعدها وهذا معناها لازم تركز على ايدي تهدي بعدين زي ما قلنا كل ميثيك فيها حاجتين فيها مخصوص وهي ينضاف على عشان تعتمد على ايدي ايتم عشان تعتمد على ايدي تزود لك حقك على كل ايتم عشرة في المنية اوكي اوكي يفيد اي ايتم فيها تاك سبيد تانية تضي يعني كويسة بالنسبة فموضوع السينرجي بين الميثيك ايتم والليجندري ايتم دحين صار متقارب عشان كده لما تبني ميثيك ايتم يمكن تبني لجندري ايتم تشبك معها كويس نفس الشي اللي قبل انا نسي تتكلم عنها قلنا الموفمان سبيد هذي حقت موبيلتي تزوي الموفمان سبيد وتعطيك الداش هذي تخليك تكتل التانك اسرع سويد روه دامج على اي احد ما هي ماكس هلف بس روه دامج في كل الحالات فلات زايد الثلاثين في البي بورس دا اي دي وبعدين في نفس الوقت تبني اتاك سبيد زيادة على كل لجندري ايتم اتاك التالت اللي هي حقت السيرفابيليتي قلت لكم شيلد زي فانتم دانسر زمان فانتم دانسر رجل القديم فحنتكلم عنه بعدين بس في كل الحالات هذي ايتم دخلت قيم لقيت قدامك اتنين تلات اساسين عارف انه حتموت مرة بسرعة اول ما كنا نجيب شيلد زي الناس اللوادم اذا اشتريت تاني ايتم من جتابي او تاني ايتم فانتم دانسر فكانت اول ايتم برضو انت مجبر انك انت تاخد اش اسمه انه انت تاخد الصلاة اعنبي اي اي ولا ولا ستورم ريزر دحين لا دحين من اول ايتم انا اقدر ااخد ايتم that can give me shield against اساسين الاساسين لما ننجلي وهو level 8 ولد ديقة 10 ولد ديقة طبعا ما هتكريت تبني اول ايتم هذي 3400 الا لد ديقة 14 و 15 minimum الا اذا كنت والله تفييت مرة في البداية كثير بس في نفس الوقت اقلها هيكون عندك shield تريد تعامل مع هذون تمام ف it's good انهم سووا ايتم تديك الcapability هذه لا تنسوا انه الاتم هذه فقط دامج حقها رديوست عن البقية شوف هنا 60 هنا 55 50 بس في نفس الوقت عندنا 12% life steal وفيها crit so those items are crit based فأي champion يعتمد على crit ينفع الاتم هذي اي champion ما يعتمد على crit حنتكلم عليهم بعدين في item ثانية that are better or في item legendary تحول الك ل on hit حنتكلم عنها بعدين فاليوم حتكلم عن شرح الاتم ات بغدادة ما حتكلم عن كل بلد لكل شخصية لانه مش اليوم مش اليوم حنتكلم عنها لانه برضو لسه يعني ما حت فينا يعرف ايش البلدات اللي حتتبني على اي شخصية وفي خلال الشهر الجاي حيبان كرام هذا كله فما اقدر اقول لك والله هزلك لأقل من 30% من هلثك هجيك من 250 إلى 700 هلث شيلد 250 وانت أقل من 10 18 700 this is a huge huge for three seconds additional gain 15% life steal for eight seconds 15% life steal for eight seconds بعد ما ينفتح الشيلد اوكي فهذي item فانتم دانسر زائد دانس طبعا مو دانسر قديمة بس أقلها يعني يديك مية ساستين مو طبيعية فاللي بيقول للأساسين هما هيصيروا أحسن ناس not necessarily اللي ديسيز هيكون وضعهم مرة كوي اسبع للأساسين إذا كانوا ماشيين في القيم في نفس الوقت grant all other legendary items 5 attack damage and 50 health اوكي فهذي حق تشيلد تعطي كل legendary items الثانية 50 health زيادة و 5 damage فكل item تعطيك direction على حسب التلاتة items اللي بعدها اللي حق التانكس أو طبعا سواء هم تانكس في الجنجل ولا تانكس في التوب عندك sunfire هذه نفس الـ sunfire القديمة نفس الفكرة كل التلاتة items هذه تنبني من بامي سندر نفس الطريقة البامي سندر موجود فيها الفكرة فيها انه والله واحدة منهم تسوي damage زيادة واحدة منهم فيها slow واحدة منهم تعطيك الانيشياشن التربو سبيل اللي هو تجري بسرعة طبعا هذي تربو تشيم تانك هي نفسها كانت مشريليات تانية هذي اللي زي تشريلي التانكس اللي تخليهم يجري بسرعة ولما نوصل لها حد يفجر حول ونسيت اسمها لكل الحالات ف what we want righteous glory thank you جي righteous glory سابقا what we want كل التلاتة كل التلاتة 350 هنا 450 طبعا هذه more health the same armor the same magic resist different magic فيها stat differences that are different وفي حاجة اسمها ability haste حنتكلم عن ability haste بعد شوية لما نمر على ability haste ability haste replaced cool down reduction حتكلم عنه بالتفصيل later او حاشر رح ايش الفرق بينه بين cool down reduction وحنشوف كيف حتتفكر انتو تحسبوه عشان لما تبتعرف قديش ability haste قديش حتسوي قديش حتكون cd حقك على ability cd cd راح as a stat كان في زمان cd اللي هو cool down هذا راح صار في بداله حاجة اسمها ability haste او تسريع ability haste حنتكلم عنه بلو وكل واحد من هذولا فيله cdr اللي هي ability haste وفي نفس الشي فيله stats اللي يحتاجها هاي تنك سواء health armor magic resist باختلافها الاتم is very expensive برضو 3200 ما هي من الاتمات الرخيصة يعني لا تنسوا شباب انه الاتم زهادي عامة لما كنا اشتريها زمان او تانكز كانوا يشتروها كانوا يشتروها كانت كانت رخيصة وكان a lot easier to get it دحين صارت اغلى ما صارت رخيصة زي اول فاول power spike لبعض champions اتأخرت بالذات في التوبلين وفي الجنجل وحنتكلم عليها برضو بطريقة وباخرى لاتر السنفاير السنفاير ايجز نفس السنفاير القديم the only difference is يعني actually السنفاير كلهم يعني او كل الثلاثة ايتمز هذي فيها السنفاير damage اللي كان يسوي damage overtime اللي هو deal من 20 ل40 من level 18 زايد against minions and 200% against monsters هذي معناها في اللين انت هتسوي shovel اللين معناها في الجنجل هتشتغل برضو damaging champions or epic monsters with this effect adds a stack هيضف لك حاجة stacking جديدة هذي مخصوصة بس للا item هذي الاستاك هذي لو ضربت epic monster يعني drake ولا بارون ولا ضربت champion كل ثانية هيجيك stack الاستاك هذا هيزود burn damage by 12% for 5 seconds max 6 stacks يعني وانت جالس تضرب واحد وانت جالس فوق راسو منذ اول واحد يجي في بالك على طول منذ اللي لازم يجري وراء واحد بالدبريو حقته ولا بالإي حق ولا بالأوتو حقته وانت بتجري وراء واحد كل مرة وانت بتضربه يزيد يجي لك stack الين خمسة ستاكات او الين ستة ستاكات كل stack هيزود ال damage حق ال burn حقك by 12% مضروب في ستة ماكسيمم يعني حوالي سبعين في المية burn damage زيادة يعني حوالي 30 زيادة max كل ثانية بتسوي ال damage هذا وانت بتضرب على اساس هو جنبك وهذه فكرة انوالا we want to do damage زيادة بعد كذا at maximum when tuصل ستاكات بالإتم هذا your basic attack burns nearby enemies for your emirate damage وانت بتضرب واحد عندك ستاك ال burn ال damage حيروح على الناس اللي حوالك كمان يعني على ال enemies حتصير بدل ما هي وعلى one target حتصير على aoe target تزود ال ability حق أي legendary item by 5 frost fire guntlet هذه iceborne guntlet سابقا اتغير حبتين كان اول لازم نسوي ability عشان يتريجر ال slow حق iceborne guntlet الحين لا مع كل auto attack يتريجر ال slow طبعا ال emoled damage نفسه بالضبط اللي في البداية حق كل ال items زالي هنا من دون extra damage هذا extra damage يسوي ال item هذه هذه اللي هو burn damage موجود وزي ما قلنا برضو تنفع على على ال jungle يعني item زي هذي وitem زي هذي طبعا يمكن sunfire ages is not the best for a champion like يمكن sejuani I don't know if sejuani wants an item like this ولا لا بس you can chase anyone وتجير وراء وتخلي مقريب منك وتضرب auto attacks as much as possible I'm not sure I'm not sure I'm not good in Azrael no it's not good in Azrael at all it's not an Azrael item health armor magic actually no no it's not عشان الامر ال damage فيه items مختلفة Azrael حنتكلم عليها بعدين basic attacks create a slow zone for 1.5 seconds 4 seconds cooldown enemies that move across the zone are slowed by 30% صار اي auto attack تسويها اي auto attack تسويها اي auto attack سويها will reapply and slow اول كان لازم ability احين auto attack slow و slow هذا zone اي احد يوقف على زون هذا حيشيره slow grants all other legendary items 100 health and increase your champion model by 7.5% هذي تكبر الشامبين حقك مع كل legendary item 7.5% هذي الاتم انا شفت بيبنوها لزاك وزاك صار حجمه اكبر من الشاشة حقك الgame يمكن الاتم هذي طبعا ممكن شوقات برضو يبنيها الاثنين اكشي اذا كان شوقات اتلعب top يمكن هذا شوقات اتلعب jungle يبني الاتم هذي افضل والله ما حافتي حنشوف الاتم الاتم والطريق والطريق و the best ايتم ما حيبان مع اي احد حين متأكن 100% ما حيقدر يقول لك والله هذا احسن باثة اليوم اعطولها وقت خلي الكوريانز يشتغلوا يا شباب يطلعون الباثات وبعدين نتعلم منهم احنا الاتم موديل هذا لما نكبر ما هي بس للتخويف اكشري الرينج حقك يزيد الدامج اللي يجي عليك يزيد وهكذا اوكي تيربو تشيم تانك هذي برضو يعني الاتم التالت اللي قلت لك التانك سيقدر ياخدو لما نقول تانك ما يفرق تانك ستوب تانك جنجل مش تانك ساپورت اكيد مش تانك ساپورت هذه تري ايتم ليس تانك ساپورت تانك ساپ تانك جنجل الى حد ما تيربو تشيم تانك الفكرة فيها انو والله يمكن انيشيات تيم يعني زي ما قلتو اول ريتشيس غلوري كان اللي يجري عشان توصل لأحد بعدين تسوي لهم الاو عشان تسوي لهم سلو this is it نفس الشي فيها البرن دامج حق الامولت والشي ثاني طبعا هذي اكتف هذولا باسف اوك سنوبايند باسف لما تكون ما تدر اوتو تاك الفلايم تتش لما توصل وانت بتضرب هذي اكتف هذي لما تشغلها تجري اوك تدي لك 75% موما سبيد تورز انمي champions وانت تجري على انمي champions or turrets حق الانمي for 4 ثواني once اذا وصلت الانمي على طول ستنفجر او يعني او بعد 4 ثواني الانفجار اللي حتطلع حولك حتنفجر واي واحد قريب من الاريا هذي حسر له سلو for 40% for 2 ساكل اي لجندري اتن تانية عندك يعطيك عليها 5% تناصتي and slow resist الفكرة فيها انو انت تبغى تلحق اي احد وهذي الاتم على حسب الماتشاب انت بتلعب انت بتلعب champion ما عنده ما عنده انه يجري ولحق احد this is how it is i can think out of the box volibear initiation هيكون احسن out of the box off the top of my mind برضو افكر في راموس برضو راموس الانيشياشن حقه هيصير مرة احسن ممكن سنقد يفرح فيها في الطاب ما عندنا اي مشكلة فعلا اوكي اي احد يبغي يجري ورا الناس عشان يسوي لهم slow ممكن تنفع واروك ما 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 اظن لا واروك في ايتم ثاني احسن علي حنتكلم عليها بعد بعدين حنتكلم عن assassins mid items اوكي الاساسن اي دي الاساسن عامة او الشامبيونز اللي يستخدمون راتhality عندهم ثلاثة ايتمز ليش بالاستخدم يستخدم راتhality لانه في اي تي يستخدم راتhality وفي top laners يستخدم و الأكليبس سنتكلم عنهم بعد شوية بس الفكرة أنه AD أساسنز حالياً صار عندهم آيتم مخصوصة سواء في الجنجل أو في الميت زيد، تالون، خازيكس، رينغار، كلهم يستفيدوا من الآيتم هذي دسك بلايد، نفس الدسك بلايد القديمة بس تغيرت الباسف حقتها بطريقة يعني تغير الستركشن حقتها بطريقة توتل كوست بروتر عدر فميتين، بلت باث ستاريت الديرك، كولفايد هامر و بعدين أتاك دامج خمسة وخمسين لثلاثة ثمنتاش عبرتي هيد ستعشرين حتكلم عن عبرتي هيد ستعشرين أتاكين شامبيون ستحقين تحقين 100% بونس AD أسماء بمس آيز مازيك دامج زي هذا الاتم حق التغير فورس بمساء بمسائج فورس و تسلوه بحيث 99% في 0.25 سوات هذي أنا مادر ليش يعني يلسين يستهبلوا علينا بدل ما يقولولي 100% ستن وأوقف محلك ولا روت، يالا خد 99% سلو يعني أحيانا رأيوا تسورنا حاجات كده غريبة خلينا طالع أقوله والله جرسين يستهبله إيش الفرق بين 99% و 100% بالنسبة الـ ADC مشي بشويش ماتري makes no sense for 0.25 seconds مرة بسيطة 15 seconds cooldown الـ passive هادي ما تشتغل إلا كل 15 ثانية when a champion that you have damaged within the last 3 seconds dies إذا سويت له damage ومات في خلال 3 ثواني الـ cooldown is refreshed الـ 15 ثانية cooldown الراح and you become invisible for one and a half seconds فهذه هيسير عندنا كل أساسن يعني هيسير بسم الله ما شاء الله الله يعطيه الصحة والعافية what is it called هيسير خازكس الخفاء ما شاء الله تبارك الله okay and this is not good on كاترينا and this is not good on misfortune ما عدري ممكن ممكن خلينا نفكر فيه فالفكرة فيها إنه أول دسك بلايد كانت تشتغل إذا كنت في الفوقوفوور طلعت من الفوقوفوور أول ضربة يجيكس دامج زيادة no حاليا أي champion يهتهم أول واحد تضربه أو يعني والكولداون موجود يعني ما عليها الكولداون حتتضربه 100 زيادة 30 في المئة بين بونس سأجيب كل واحد يس for me يعني فعلا يعني جن كتشامبيون وحتى ميس فورتشن كتشامبيون لما كانوا تلاعب له ثالتي الايتمات هذي أو هذي الايتم دسك بلايد ممكن تتلاعب عليهم مرة ثانية يعني واحدة من البلد باتس الجديدة اللي ممكن نتكلم عليها على جن وعلى ميس فورتشن على جن بالذات يمكن تكون مرتبطة بالدسك بلايد مرة ثانية لأنه كان عندهم هستوري مع مع ما اسمه كان عندهم هستوري مع مع الثالتي مرة كويس فاحتمال كبير نشوف دسك بلايد على على جن مرة ثانية ما فيها كلام يستفيد من كل حاجة موجودة معادة يمكن اكشلي يستفيد من كل حاجة موجودة فيه الستيلث بغض النظر عن الستيلث الموفمت سبيت والموفمت ريدكشن إسفاين الليجندري ايتم زالباقي كلها تاخد خمسة في المية بلتي هيست إسفاين صحيح ما يستفيد يعني هو اسرى ما يستفيد من التاك سبيت فما عندنا مشكل ايتم هذي تنفو عامة اكليبس هذي ايتم ثانية اكليبس هلبس أساسين ويف ان كثير قدامك and you want to deal with tanks تاخد العيتم نتكلم على التفاصيل حقتها يعني one of the things I want to highlight is something called OmniVamp OmniVamp is a new concept أول كان فيه شاي اسمه SpellVamp وكان فيه شي تاني اسمه اللي هو اللي طليع لك الهلث لما تضرب يش اسمه شباب كان Lifesteal مصبوط Lifesteal كل ما تسوي Auto Attack تاخد Lifesteal الSpellVamp كان لما تسوي Ability تاخد تاخد Health Back حاليا الOmniVamp أي Ability ولا أي Auto Attack تسويها ترجع لك لما يكون عندك OmniVamp 10% على الأيتم هذا معناها انت أي Auto Attack تسويها أو أي Ability تسويها هترجع لك 10% Health من الدامج اللي تسوي فمصطلح OmniVamp يا شباب جديد معناها أي شي تسوي Abilities Auto Attacks حيديك Lifesteal تمام الأفكت الأساسي حقه hitting a champion with two separate basic attacks two separate basic attacks or Abilities لازم تضرب اتنين Auto Attacks أو اتنين Abilities في حوالي سانيا أو نص هناك 8% max health physical damage 30% movement speed 150 plus 40% bonus AD for maried champions 130% bonus damage for ranged champions برضو Eclipse eclips works for champions that are top 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 bruiser champions I can see it even though أنا عارف أنا شايف أنه فيها والله lethality بس ممكن some of the bruiser champions اللي موجودين في الطوب يلعبوها وممكن حتى champion like quinn يلعبها يعني أنا أفضل إنه والله تاخد eclipse over إنها تاخد doctor على أساس إنه والله شيء نديل 3-4 tops في عندنا tanks يقدروا يتعاملوا معهم graves برضو يمكن يلعبها حياخد shield بعدها وحياخد movement speed بعدها مرة كبيرة وفي نفس الوقت حياخد max health damage طبعا سواء range ولا melee الملي 40% 150 40% range 130% shield 6-8 cooldown for range ولي مخليني أقول هذي أفضل من Duskblade عشان they know it's intended for them the fact that هما حطوا عليها cooldown مخصوص بالrange بيقول their expectation توقعهم إنه تتلاعب على range برضو كتير وفي top eclipse is actually viable ما فيها كلام لأنه top lane بنشوف بنشوف ناس كتير tanky يمكن حتى في el-bot lane نشوف eclipse لما يكون قدامنا الستر ويكون قدامنا على champion زي جين ولا على champion زي مس والله أعلم ال pro clove eclipse اسم سهل Duskblade عارفين of dark thar هذي pro pro clove pro هنبدأ دحين الأسمان المضروبة three seconds اوكي whoever يلعب الكلام هذا أنا ما أدري dead ممكن استخدمها talon ممكن استخدمها rexai شاسمه AD sorry اللي هو lethalate ممكن استخدمها وانت بتضرب بعد ما تسوي تضرب تضغطها تسوي dash through بعد ما تسوي dash تسوي E حقتها وتسوي ulti you do a lot more damage dash through target enemies dealing 100 plus 30% physical damage for the next three seconds you deal 15% increase damage to targets grants all other legendary items five lethality grants all legendary items four percent armor penetration and grants all other legendary items five abilities لا ننسى الاختلافات هذه واللي بيعرف الاختلاف بين armor penetration والlethality is flat armor penetration is percentage هذا more scaling هذا always flat هذا ينفع على targets يعني على هذا ينفع في late game أكثر ما ينفع في early game هذا ينفع في early game أكثر ما ينفع على late game champion like Senna no Senna احتمال كبير نشوف عليها eclipse مرة ثانية أي champion كان يتلعب ب ب ب ب ب ب ب ب ب oath اش تنفع I forgot this item يمكن ان invent ب كل ability ولا كل otto attaque أو two abilities ثم ترى اي موس glacial الزه glacial اعتقد I think Eclipse will be very good for them أوكي يعني champion زي سنة يمكن يستفيد يعني الاختفاء ما هو ضروري بالنسبة لنا يمكن Eclipse أفضل مرة كثير من هذا وطبعا سنة ما تبقى تخش في وسط العدو But I think Eclipse is very good يعني أنا من الثلاثة items هذا I think Eclipse will be used the most هتستخدم أكثر شيء وحنشوفها كثير حنشوفها top حنشوفها mid حنشوفها في الجنغل وحنشوفها حتى في ADCs بعد كده خلينا نتكلم عن الشي اسمه الهكستك روكت بلايد الرفت ميكر والنايت هاربستر هذي الستة ايتم اوكي they are all for mid APs أو jungle APs سواء أساسنز ولا control mages باختلافهم طبعا اللياندري نفس اللياندري القديم ما اختلف في أي حاجة الفكرة الوحيدة اللي لازم تعرف انه كل الايتم الثلاثة الأساسية هذي صارت تبني من الثلاثة الأولى هذي اللي تنفع لي control mages و some assassin's AP في الميدلين كلها صارت تطلع من lost chapter يعني غيروا البلد باث عشان يدوك options أحسن اول ايتم نفس الشي lost chapter lost chapter lost chapter بعدين how you go على حسب كيف تتوجه لياندري مرة straight forward champions like cassiopeia champions like diana maybe i don't know will still prioritize الايتم هذي على loaden's echo champions that are control mages اللي كانوا بيبنوا loaden echo أول حيكملوا loaden echo بنفس الطريقة فما في مرة تغيير كبير من ناحية كيف الايتميزيشن هيشير للمد APs زي ما كان اول لياندري very good across the board بسيط نفس القديمة اختلاف شوية في ال stats we know how this item loaden echo نفس الطريقة builds from losing damaging abilities deals an additional 115% magic damage to targets and nearby I'll splash اللي كانت سيري الفرق الوحيدن والله يعطي magic penetration little items loaden's echo is more into burst damage اللياندري is more into anti-tank يعني tank okay بعد كذا ال ever frost هذه mages can control slow enemies زي ما الهيكستيك مو GLP الهيكستيك اللي كان يسوي سلو يطلق الثلاث الحاجات السلو هذه نفسها ما تغيرها exactly the same غيروا اسم ال item اللي يقلع شيطانهم وسوينا اياها الفكرة فيها انه تطلع three rays كون كده طلقتها ضربات لو انضربت في النص يعني لو جيت اللي في المدل هيصير لك شي اسمه root البقية حتسوي لك slow 100 زايد magic damage in cone slowing enemies by 65% enemies in the center of the cone في منتصف حيصير لهم root okay grants all legendary item 15 ability power if you are a champion that used to build Hextech GLP this this هذه ما زالت نفس الشي اللي تبني okay نفس الشي اللي تبني it has a 20 second cooldown okay Hextech Rocket Build هذي نفس البروتو بلت القديم ما تغيروا لشي البروتو بلت كان اسمه بروتو بلت غيروا الناياه روكت بلت من يعرف لي غيروا اسمع إذا بيخلولي كل حاجة زي ما هو okay واحدة من الحاجات اللي we have to that we have to notice انه الايتمات هذه الأساسية تار فيها مانا مرة كتير واحدة من المشاكل اللي حيوجوها الجنجلر عامة الAP junglers حيكون عندهم مشكلة في المانا كتيرا تكلموا على المانا problems بالسيزن هذا للAP junglers أو للAP mids الميثيك ايتم هذي تحللك مشكلة مانا إذا انت من الشامبينز اللي يتمد على مانا this is your item ما حتيقر تبني هكستك الشي اسمه البروتو بلت على تشامبين ما عنده مانا لانه ما تعطيك مانا فهذه سطور الوقت انت ورطان في مانا حنتكلم حنتكلم على كارتس في كارتس ايتم حنتكلم عليها بعد شوية بس الفكرة انه هيكون عندك jungle item هي هتعطيك المانا وبعدين يعني ما تقدر تاخد الايتم هذي على الطول يعني الميتك ايتم هذي فحنتكلم على jungler's AP بعد شوية the ideas لودن عارفينها ever frost عارفينها الهستك الروكت بلت الجديدة نفس القديمة فيها بريتي باور فيها هكستك فيها بريتي هيست وفيها داشن target direction unleashing an orc of magic missiles داد ديل 200 300 نفس القديمة بالضبط على ايكو احتمال كبير ما ادري اذا ايكو طب ما تقدر تاخد هذي second item بس ممكن على الافلاد ممكن على الشامبيز اللي كانوا ياخدوها اول ناخدها بنفس الطريقة I don't know مين هياخدها يا شباب انا بس باش رحل itemizations مبدئيا وبعدين نشوف مين هياخدوها mages and sorry mages and tankier magic damage dealers can dominate fights that go along with ramping هذي فيها omnivamp هذي فيها lifesteel مرة كتير leeching leer blasting wand for each second in champion كلي second انت في كمبات اوكي اوكي يديل 3% بونس damage زيادة اما توصل 15% at maximum strength the bonus damage is delta as true damage اوكي وممكن غاليو اوكي غاليو AP build ممكن ومش غاليو تانك build ممكن برضو لا أرى مشكلة بالتأكيد تبقى أن هذه الأياتم تبقى تجلس في تيمفايت تبقى تجلس في سكرمش طويل مو تسوي بيرس دامج تسوي دامج مرة كثير فاسدن؟ لا بس ممكن نايت هارفستر هي ملتي كيل ايتم الفكرة في هذه ها يمكن هذه الأياتم اللي حنشوفها ماجيك دامج هادي الأياتم اللي ممكن نشوفها على أكالي ولا حتى على كاترينا لأن الفكرة فيها أن كل ما تاخد كل ماجيك دامج دلت قرانسي 25% موهبن سبيد يجيك موهبن سبيد بعد ما تاخد كل أو سوري بعد ما تسوي بعد ما تسوي دامج محدد يجيك بعدها موهبن سبيد مرة كبيرة فاكي تريد أن تفعل ذلك على هذا وماذا هذا موهبن سبيد؟ يعني هذه 16 سنة يعني لو ضربت الأنمي جريت وراه ضربته ثانية ضربت الأنمي ثانية تجيك موهبن سبيد عليه فإت ورقس بطريقة وإنه والله أنا باجري ورا أحد واباكتل مجموعة تيمس وهذه تنفع على الأساسينز الـ AP أكالي كاترينا مية في المية هادم العايتمات اللي ممكن يحبوها مرة كويسة يعطيهم كل الحاجات اللي يبقوها فيها رو مرة كبير وفيها مرة عالي وكل ما يسوي damage damaging a champion deals additional magic damage and grants you 25% movement speed فحاجيك 25% movement speed وانت تجير ورا واحد عشان تخلص تقتل عليه من يوم ما تدمج واحد تاني تجيك movement speed عليه مرة تانية بس ما تشتغل إلا مرة واحدة على كل champion بس ما تشتغل إلا مرة واحدة يعني لو ضربت واحد champion 60 ثانية بعدها magical movement speed buff هذي بعدها على ساحة ثانية ونص بس لو قربت على champion ثانية Cassiopeia actually does well with this بس I think I think Cassiopeia would be better بش اسمه بلياندريس بلياندريس اوكي لياندريس ما زالت يعني very good for Cassiopeia والبيرن كومس حقها بس again كلهم كويسين كلهم كويسين ولا تنسى يمكن الباسيف حق Cassiopeia أصلاً يعطيها movement speed or buff already by default يعني ف I don't think ما تحتاج movement speed زيادة again ما أعرف إيش الـ items اللي تنبني على كل champion حالياً وزي ما تشايفين الخيارات واسعة بس ما هي مرة كبيرة على كل نوع على كل نوع champion فيه ثلاثة خيارات أحياناً فيه خمسة خيارات بس دايماً فيه ثلاثة خيارات وثلاثة خيارات مفروض انت على طريقة لعبك تكون مرة بسيطة بالنسبة لك الخيار أحياناً الميثيك ايتم ما تجد تختار إلا واحد أحياناً نايت هارفستر هذا اللي هو ملتيكل وهذا في نفس الوقت أحياناً أحياناً ما تجد تغير ماذا تجدت تغير كارثس 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 أحياناً الألت حق كارثس يعمل كما تجد تغير هذا ملتيك جيد لما يسوي ألت يضرب الخمسة كل الخمسة سيجيهما الدمج الزيادة أعتقد كارثس هذا أفضل أعطي عليه الجنكل ليش؟ لأنه إت وركس فير تشامبين فكل تشامبين حياخد الدامج زيادة لليا ممكن برضه يوريت بعد كده خلينا نروح على البروزر ايتمز فور توب لين والبروزر جنجل برضه طبعا لا تنسوا أنه البروزر في الجنجل عامة يعني إحنا ما نشوف بروزر زمارة كثير في الجنجل زمان عشان كان عشان يكونهم حق الجنجل مر رواطي فلما تشوف ايتمز زي هذي ب 3330 يقول والله أبغى جنجل يبنيها الجنجل هذا ما حيصر للبور سبايك إليه بكرة عشان كده جاكس في الجنجل مقارنة جاكس بطوب دائما نقول جاكس توق أحسن لأنه very fast for him to get 24 وفوزنق واحد جالس يفرن بالجنجل عشان يجيب الغول عشان يشتري الائتم هذي هيتأخر مرة كثيرة في كل الحالات فهنا يتكلم عن عن التوب شو اسمه على التوب بروزرز ترينيتي فورس نفس القديمة ما تغير فيها اي حاجة الفكرة فيها انه شين نفس القديم ما تغير شي طبعا نغيره فيها التاكس بيد لا تنسوا يعني في التوب يمكن فيه خمسة ايتمز ممكن تنفع ما بين التلاتة هذا والليثالي ايتمز that would work for champions on top lane الايتمز اللي فيها التاكس بيد يعني ما تنفع على تشامبيونز زي رينيكتون على champions زي what do you call it ريفن ما يبغى التاكس بيد يبغى ايتمز فيها هيست ويبغى ايتمز فيها ايدي وممكن اللي ثالث ايتم تنفع عليها فجورد رينكر ما فيها التاكس بيد السترايد بريكر فيها التاكس بيد فايتمين من التو توب ايتمز ام من ثلاث توب ايتمز حقه البروزر فيها التاكس بيد تمام اي احد ما ينفع له التاكس بيد ما يفي عندك الا option جورد رينكر ولا option اللي هو اكليبس مثلا زي ما تكلمنا اول عن 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 هذه الايتم اكليبس is very good for you to follow champions عشان الشيلد وعشان في نفس الوقت اللي هو الموفمان سبيد اللي ممكن تأخذ صحيح انه فيها لثالتي لثالتي is not the worst فالoptions للشامبيونز اللي زي هدولة مرة قريبا انا لعبت لنكتنا اليوم لعبت بجورد رينكر I don't know whether that's wrong ولا right بس الفكرة انه اي تاكس بيد ما ينفع له التاكس بيد زي هدولة it doesn't make sense when you play 30 force عليه ولا حتى تبني ال stride breaker هنتكلم عليهم 30 force نفس القديمة يعشين فيها movement speed بعد الدامج عشان الفيج if target champion is increase your basic attack damage by 6% for 5 times فيها if the target is a champion increases your base attack damage by 6% stacking up to 5 times ماكسيمم 30% كل basic attack ترتيك movement speed وزاوية الدامج حقك after using an ability your next basic attack هدا الباسف حق الشين grant all legendary items 10% attack speed فاقين اي champion يعتمد على attack speed this is good on اي champion ما يعتمد على attack speed مااني باشا بالايتم هنه غوردرينكر is 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 an abomination صراحة اصلا من اسمها غوردرينكر مصاص مو مصاص الدماء غوري غوري يعني يعني ترف وسط كده الامعاء حقتك يسمي غوري فهذا يشرب اللي في داخلك الفكرة فيها انه فيها كمية sustain انه فيها كمية يعني health ترجي health مرة كتير اوكي health regen شوف قداش يزيد by default 150% health regen حقك يزيد طبعا تنفع على اي champion does sustain damage ويبي يجلس يتضارب في وقت كتير والhealth regeneration هذا يشتغل برضو in combat if i remember correctly مو بس out of combat وفي نفس الوقت فكرتها انه فيها third thing slash فيها slash فيها active لما تسوي slash هذي فيه اثنين والثلاثة بتضاربوا حولك لو سويت السلاش هذي تضربهم كلهم وتاخد health تزود نفسك اوكي you get yourself health back health زيادة attack damage زيادة health regen زيادة تاخد عميلة هيست اللي هو cdr زديد deal 100% of your attack damage to nearby enemies restore health equal to 20% of your attack damage plus 20% of your missing health for each champion hit كل ما تضرب champions زيادة كل ما يرجع لك health زيادة كلنا صار عندنا الq حقت داريس اوكي الاكتف هذي هي الq حقت داريس اول وقت ينطلو اذا اكتف هذي 15 فريريكتن i see it as good انا شايفو في اليوم بيقول جالي سلعب عليها بكلد مرة كتير و مرة كويسة بالنسبة له اي champion يحب يدخل وسط الزحمة من البروزر استنفع علي اتروكستر ايكتون ايثنك برضو حتى ريفن ام 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 داريس غير كده عندنا الشترايد من اسمها انا من يوم ما شفت اسمها قلت يمكن الايتم هذي ينفع لشامبيون يعني على براتيس حقسات كلها بريكر 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 فقلت يمكن من يوم ما شفت الاسم اول مرة قلت يمكن ست ينفع عليها بس الفكرة فيها انه there is no escaping a fighter wielding strategy launch a short distance and deal 110% damage to nearby enemies slowing them by 60% decay over to a second ينقذ يضرب اي احد حوالي 110 damage زيادة ويسوي لهم slow 60% dealing physical damage grants 30% movement speed اي think a champion زي ست الاتم هذي افضل عليه ليش؟ لانه ست من الشامبيون اللي يمكن اي champion يتكيت اسهل سهل تكيته وما عنده داش اي think الاتم هذي مرة كويسة عليه اوكي؟ this item تنفع على champions اللي يحب ويدخلوا في وسط الزحمة بس ما يقدر يوصل ويرحقوا احد وهذي تساعدك توصل وتلحقهم انا افضل stride breaker عن gore drinker عشان لما اتكلم على ريفن عندها الـ Qs حقتها لما اتكلم على رينكتون ايفيدو رينكتون ممكن اتكيت عنده الـ E حقته فممكن احد يوصل هذي set ما يفك الـ Qs يروم موفم سبيد بعد كده يرعوت اذا ما اجاب الـ E انتهى فthis makes you يخليك لاصك في واحد طول الوقت طبعا ويتووركس على اية champion ثاني that is AD متخصص لانه الـ item الثاني كلها AD وتنفع على وفيها التاك سبيد فعشان كده بقول ممكن مرة كويسة على سنة اوذير برضو ممكن تكون كويس عليه if you اش اسمه وشفتها يمكن حقتها فكرتها انه اوذير عنده موفم سبيد مرة كبيرة فما ادري اذا في ايتم ثاني احسن تترج على اش اسمه ده الاخ الـ اوذير مين اللي هالكنا هذا اليوم جلس التفرج على فيديوهات وجلس العب بكذا ايتم صراحة وكل ايتم يلعب تكتجي بيسوي لنا حاجات بمختلفة بس ام 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 يعني ان ميد ان ان جنجل ان جنجل انا ما اشوف في بروزرز مرة كثير في الجنجل ايبن دول الجنجل دحين يعني تقر تلعب داريوس تقر تلعب قارن تقر تلعب هذول كلهم في الجنجل وما اعادري هالا ايتمات هالي تنفع عليهم ولله صراحة ما عندي ايه بكل حالات إذا كان فيها شين ففيها الشين بيهيبير اللي هو تسوي دامج زيادة بعد ما تسوي ability بس في نفس الوقت تشيل منه health تشيل منه health يعني تسوي 10% maximum health وتأخذ منها 50% ترجع health لنفسك وإذا كنت range تستفيد منها برضه بس ترجع 30% منها health حق جلانسة الجندري ايتم 5% animal penetration و 5% magic penetration هذي pure ايتم فور top lane قدام تانك تنفع على كل الشامبيون اللي بي لعب top تلعب قدام orn تلعب قدام scion تلعب قدام the tree تلعب قدام whoever تلعب فيورا طبعا انا ما فضل هذي على فيورا بس الفكرة فيها انه فيها فيجو شين فانت ياتا اخد غورد رينكر سوري موغورد رينكر ياتا اخد ريندي فورس ياتا اخد ياتا اخد الصلاة عن النبي اللي هي divine sender هل تاخد سفاء يعني انت في لولباس يمكن قلت فيورا غلطان لانه فيورا عندها by default true damage فيمكن فيورا مو 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 مزبوط كلامي فيها بس الفكرة انه اي تشامبيون يحتاج يتعامل مع تانكس يقدر يتعامل مع تانكس اذا كانت الكيت حقته ما فيها تانكس ترندل by default عنده الالتي حقته يقدر يشيل ترندل ما يحتاج divine sender ترندل يلعب ترندل يحصل والتاكس بيد حقه احسن وفي الوقت تحقته اصلا تشيل 40% من من تانكس فالكيت حقته فيها الكيت اللي ما فيه يسي تلعب بها و لا اعرف وليس لا اعرف وليس لا اعرف من يتعاملها بعدين خلينا نروح على ال انشانترز ميثيك ايتم انشانترز ميثيك ايتم توريليا نفس توريليا القديمة كلنا عارفينها كند الجم فيري تشارم ودل ماما ability haste movement speed زيادة mana regen مرة عالي سيوان 40% decaying movement speed for 4 seconds and 40-60 alli level magic damage هذي اللي هو جديد فيها اول كانت بس تدك movement speed دحين حتزويد لك 40-60 ability damage لك وللالالايز حقونك for the next 3 seconds for the next 3 basic attacks or ability hits against champions انت و اي احد حوالك وانت بتجرو for the next 3 seconds حتسوو damage زيادة اوكي لانت اول ادرلجندري ايتم 2.5 movement speed الاتم هذي very straightforward وبسيطة نفس اللي كانوا يبنوها اول حيبنوها بنفس الطريقة راكان كويس جانا كويسة مرة قليل كانوا يبنوها threshold champions ذاتول انا افضل انه تم بناء مور على الانشانتر اللي يحتاجوا جره التيم وراكان صحيح انه ما هو انشانتر he's more he's more of an engager بس الاتم هذي اكشلي تشتغل عليه مرة كويس ولاحظوا الاتم هذي عامة حقة الحقة السابورت الجولد حقها ارخص شوي جانا سوراكا راكان specifically i want to highlight راكان because راكان زنجيج is very good with this item ودفاكتة هو يدخل في النص ويقدر يطلع مرة بسرعة gives him an advantage على هذي okay it's very good locket of the iron solari هذي نفس اللوكتة القديمة most probably 3-4 اللي حيبنوها كل السابورت اللي هما they are tanky or a support that يحتاج ابني locket or حتى a jungler that is a bit tanky زي يعني ممكن سجواني تبني الاتم هذي right اللي هو والله نبغى ال value حقة حقة بس على champion that is not damage dealing وعلى utility champion okay متين health ability haste armor magic resist everything فيها grand nearby allies 250 to 420 shield decaying over to 5 seconds grand nearby allies champions and armor magic resist فاكرين هذي هذي اللوكتة of the iron solari القديمة الاورة اللي كان اي واحد جنب يعطوها رجعوها مرة تانية okay هذي شعلوها بحين رجعوها مرة تانية this item is insanely good على تانك على تانك support Fiona على استر any tank support the only thing is برضو طبعا مرة صعب تاخدها على top laners حاليا بس ممكن تاخدها على junglers that are more utility than others okay moonstone renewal هذي برضو يعني هذي حتى ال enchanter ممكن ياخدوها it's not the best for enchanter بس ممكن راكان برضو ياخدها right enchanter is not the best عشان معي health ما فيها ما فيها mana regen مرة كتير وما فيها resistances فيوجولي tankies tank champions are the best for it okay moonstone هذي برضو for enchanter الفكرة في moonstone is طبعا فيها ability power هذا مور for enchanters that actually want to do damage sona حتى سراكة والله انفع عليها فيها mana regen مرة عالي يمكن السرافينة تلعبت في البط when affecting champion with basic attacks or abilities in combat وانت بتضرب ناس ترجع 30-60 health لأقل واحد health من التيم حقك okay but when you want to hit yes it works على برضو على ال ap supports مضبوط lux brand velcos zarath يشتغل عليهم هذي عامة مرة كويس عليهم يعني حتى هو ما عنده heal يصير عنده heal وهو بضرب يهير الشباب okay I like it على sona كثر ما I like it على سراكة لان سراكة by default has this وصونا الفكرة فيها انه تبقى تتضارب lulu يمكن there is something that is المانديت افضل عليها بس مرضو ممكن تتبني على lulu الفكرة فيها انه this is more tuned لي المش بس ال انشانتز ال ap supports okay mana region is وانت بتمشي اصلا عامة المانا حقتك يعني كل خمسة ثواني يرجعلك واحد مانا مثلا واحد مانا لحين يصير كل خمسة ثواني يرجعلك اثنين مانا بس ازود لك المانا حقك ما نرجع وانت ماشي الهلث حقك بيزيد والمانا حقتك بيزيد سواء in combat او out of combat او out of combat او out of combat I don't remember الفكرة انه كده يزود لك المانا الرجن ليش المية في المية اذا كان عندك كل خمسة ثواني واحد حسير كل خمسة ثواني اثنين او كي ممكن تنفعلي مورغانا بردو ممكن مورغانا يمكن نشيرولي عليها مرة كويسة بردو عشان تجري تفكة الآلتي وسط الزحمة بيت إدي الناس شرا الي ما نشوفها كتير على مورغانا مورغانا يمكن نشوف عليها مونستون ممكن وممكن امبيريال مانديت بردو هنتكلم الامبيريال مانديت او كي عشان فيها الستن ولا اليموباليز هذه فقرانس والجندري ايتيم 5 عبريتي هيست لا تنسو نو ايج 2nd spent in combat with champions increase this healing effect by 37% ماكسمو هاي بعد ما تضرب بعد ما توصل اي احد تضربو تهيل زيادة وكل ما جلست تضرب زيادة كل ثانية تجلس فيها في كومبات هيزيد الهيلين اللي انت تسوي اوكي امبيريال منديت وست use your CC to call the shots as your mark enemies to be cut down by the team الفكرة في المندات إي نوع او سويت اي لابطي that does a slow ولا immobilize a champion يسوي bonus magic damage and mark them for 4 seconds اي champion اي من الالاية حقونك will detonate the mark dealing additional 60-100 magic damage and granting you both 20% movement speed for 2 seconds فعنا لما تسألني الامبيريال مانديت تنفع على مين اي احد يقدر يسوي cc stun slow it could work هل تقولي على ليونة امبيريال مانديت ولا لوكت على حسب مين قدامنا اوكي التيمة اللي قدامنا عندهم عندهم اي بي كتير نبغى الشيلد اه grand nearby allies شيلد يعني عندهم دامج اي وي كتير نبغى نبغى لوكت التيمة اللي عندنا ما في سوشيز او ما عندهم الcapabilities هذه ممكن ناخد الامبيريال مانديت لانه by default الpassive حقها that helps brom is really good على 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 برضو بالعيتم هدي لانه it applies على slows وعلى immobilization immobilizations بانواعها فباسكلي كانوا الpassive حق ليونة ليونة فاكرين الpassive لما تسوي ليا حقتها الاحد ولا الpassive applies لما تسوي لما 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 your id does damage حاجيله damage زيادة magic damage زيادة نفس الشي واحلى شي فيها تعطيكم اتنينكم كلكم اللي ضربوا 20% movement speed for two seconds فتقر تجير ورا احد وتلحقوه تمام فقرانس all other legendary items 15% ability power هذي الشيء الوحيد اللي خليني افكر انو والله it's not more for ليونا it's more for other champions لانو عشان فيها 15% ability power it's more for enchanters اكتر من انو more for ليونا لانو لانو ability power is not a major stat that ليونا is looking for بس ممكن thresh كيس عليها فعلا brome to a certain extent ممكن افضل بس والله بعد كده حنتكلم عن stat updates حنتكلم عن items اللي هي الجندري بعدين حنمر عليها بس اول شي هنتكلم عن stat update هذا بما انو وصلنا له اللي هو ability ناتلوس برضو ناتلوس ممكن تكون كوالية سعالة ability hast استاد جديد بدل cdr cdr اول يعني اباكم مرة تركز معايا يا شباب لانو طريقة قراءة cdr طريقة قراءة ability hast محتلفة اول لو عندك ability هذه 10 ثواني لو كان عندك 40% cdr 10 ثواني تصير 6 ثواني صحيح مرة واضح انها one to one على cool down بس it's not one to one على the number of abilities you can make within a minute فكانت يعني الستات هذا كان multiplicative مو لازم مشرحش يعني multiplicative وات الفكرة فيها انه كانوا يبغوا القراية تصير اسهل لما يكون عندك cool down لما يكون عندك stat عشان تقرأ قديش وقت حيقل الابلتي حقتك اسهل لك تقرأها الابلتي اللي تكون يعني السامنر الابلتي الهادي هذي كلها كان بالنسبة لهم بيقول لك والله ال cool down كان مرة كان في look up اللي هو 45% مسلا وكانت قرايتها سهلة لحين طلعوا ability stat لو يكون عندك ability تاخد عشرة ثواني وعندك 50 ability هست طبعا ability هست ما look up ممكن تجيب الين 100 طبعا ما في تجميع عايتماتي كنت توصل 100 اكتر شي تطلعوا اكتر شي تطلعوا دوحين 60 ability هست which is very high بس الفكرة فيها انه لو كان عندك ability تشتغل كل ثانية عشان مرة بسطة وعندك 25% ability هست الابلتي هذي او الثانية هذي هتنقص 25% او مو هتنقص 25% حتنقص حتسير بدل ما تسويها كل ثانية حتسويها كل فاصلة سبعة خمسة مسلا او 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 25% of ability هست الابلتي هذي هتنقص في طريقة ثانية تنقري بيها that is easier let's let's follow the example حق خليني اشرح لكم every percent reduced your cooldown by the same amount right one second of 100 هذي 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 بفرقلكم بير cooldown reduction و بير الابلتي هست بير طوكم examples okay so every percent reduced by your cooldown and by the same amount say one second of 100 second cooldown that's one second didn't change even as a cooldown shrank for the same 100 second cooldown your 31st point of CDR took one second of the remaining 72nd cooldown which is more than percent as such CDR had to be capped at 40 to avoid going CDR actually let me let me explain it the more cooldown reduction someone had built the better it was since it took percentage of them cooldown 1 to 1 ability haste are at 1 to 1 in terms of how they remove abilities 1 can for example cooldown direction systems is very hard to balance right games blah 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 the cooldown reduction someone built can cap this has been changed to ability haste when ability haste you'll be able to cast your spell 1% more often you'll be able to cast ability haste means that a single second of your cooldown will pass faster for each point of the set let's say we've got a 25 ability haste not percent this was percentage this was a same number okay then that means your cooldown count will be 25 percent less faster than if the ability you'll take 25 ability haste it will be this means with 25 ability haste the cooldown of 10 seconds is going to go down to 8 seconds okay الفكرة فيها انه يعني شوية inverted معكوسة بس كل نقطة في ability haste حتنقص من cooldown حق ability حقتك 1% okay اذا عندك 10 حتنقص 10 حتنقص 10% من cooldown حق ability حقتك لو ability حقتك 10 ثواني حتصير 9 لو ability حقتك 8 ثواني حتصير 1.2 حتصير 7.2 وهكذا okay فقراءتنا استقراءنا للability haste شوية مختلف على cooldown reduction okay اول كان percentage نسبة دا حين ما هو نسبة دا حين رقم ثابت الرقم هذا قد ما يكون عندك من الرقم هذا حتخصم بالزبط يعني عندك 30 حتخصم 30 30 من شو اسمه حتخصم 30% من الابراتيز حقتك بكل بساطة يعني هو really it is very simple بس يعني من دون ما يكون والله percentage من البداية وتخصم percentage يعني هتكون percentage كان لو عندك 10% cooldown حتنقص 11% من cooldown لو كان عندك 30% cooldown حتنقص 66% من cooldown it's not the same shit actually genesis it's a bit different for some people they will not know difference but it's very straightforward okay شعروا الملتبليكياتف خلوه additive it's very simple كل اللي هتح تعرفو إنو لو عندك ability hast 10% أو زي ما قال 25% ability hast اهو ability hast the cooldown of 10 ثمانية هي is going to go down to 8% هي في 5 زيادة I don't know إذا هما they wrap it يعني يشيلوا الخمسة يخلوها بس يعني نسبة مئوية واحدة ولا لا ما عدري okay is just without percentage it's actually not due to the cooldown reduction overhaul specific runes في runes كانت فيها hast كان فيها cooldown داعش حولوها الهيست وهكذا if you want to read more about it يعني سوو في الدب votes حقتهم explanation طويل عليها عشان to see the difference انت كل اللي يهمك انه تعرف كيف تنحسب every point of ability haste lets you cast 1% faster it lets you cast 1% faster اقراها بطريقة عكسية عن كيف نقرأ اول ability haste اي شي كل نقطة من ability haste تخليني I cast ability حقتي 1% اصلا okay but it really doesn't matter it does matter because it's not capable right now it doesn't have a cup okay اول عشان مشكلة الحسبة حقتهم الداخلية كان الكاب موجود اللي هو 45% ولا 40% الحين تجيب non-capable okay الحين تجيب توصل cooldown 100% ما في ما في يعني ما عندك items تجيب شريح فيها هست توصل 100% اظن على كلام الشباب اكتر شيء تجيب توصلوا حاليا 60% which is برضو significant بس هذا معناه حتتجيب items فيها ability haste كثيرة أقل من الدمج ability okay but it's actually the same amount of power 50 ability haste lets you cast an extra half a spell during the original cooldown the next 50 gets you the full extra cast 100% faster if you get another 100 ability haste you can get another whole cast اكتر نتكلم عننا بعد okay ف vamp effects اللي هو life steal والphysical vamp والومni vamp اللي هو life steal زي ما هو الهيل from physical damage dealt by basic attacks الفysical vamp heal from physical damage dealt by basic attacks and abilities وومni vamp heal from all sources and types of damage أصار في تلاتة concepts جديدة في حاجة اسمه life steal قديم هذا ما هو جديد but is it is equal to 40% cdr yes you are right 60 ability haste equals you will be able to cast your ability 60% 60% as you said 40% فعندنا physical vamp هذه heal بس from physical damage dealt by basic attacks and abilities okay there's no change it's not a change they just change the stat name وطريقة حسبته بس 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 فهي cdr is still cdr ability haste is cdr بس غيروا طريقة حسبته عشان كده غيروا اسمه بكل بساطة وشألوا الكب but life steal physical damage from auto attacks physical vamp physical life steal from physical basic attacks وfrom abilities okay 30% effective for AOE and pit damage you can end up pit heal from all sources and types of damage any source and type of damage هذه heal from physical damage dealt by basic attacks and abilities only abilities that do physical damage يا شباب لو عندك ability to do magic damage ما يجيلك منها okay critical strike اتغير طريقة حسبة critical strike great chance on legendary mythic items 25% start 20% 5 times 5 items to max كان عشان عشان توصلها 100% لازم تجيب 5 items base critical strike damage كان 200% لحيان صار 175% نقصوا كل base damage اللي سويها critical strike من 200% بدل ما يسوي double تاري سوي 175% okay why is there no physical vamp there is the omnivamp now covers that the magical vamp is in omnivamp okay the omnivamp covers everything okay but now they want three different types of vamps so can you can item life steel physical vamp and only vamp as we talked in the mythics we have a lot of items that has the legendary items this is a new category or if we say mythic you don't want to only one the legendary you don't want to there are items new and new collector this is one of the items which may be able to use the assassins if i if i the assassins who are AD assassins i think that they want AD assassins i don't think a lot of people will build this I think that the AD assassins even though we have a knowledge they can even they can with Wranger but the idea of it if hit damage if you will give your health to the the 5% it will execute it's an execute وتعطيك 25 جلد زياد فأنا لا أعرف من ستستخدم هذا هذا هو اتاك دامج كريتكال سرايك لثالي أو هذا لا أعتقد أن الادسين ستحبون هذا الكثير لأنه هناك الكثير من الأفضل لأنه هناك الكثير من الأفضل عليهم ولكن أنا لا أظن أن أرى هذه الكثير من الأفضل لا أعرف من الأفضل ولكن أنا متأكد سيكون نيتش محدد ما حيكون ما حيكون ما حيكون نفوري Quick Blade هذه نفوري Quick Blade allows crit heavy builds to scale their ability casting as well reduces cooldown هذه الاتم تنفع على champions that want to do multi kills your critical strikes with basic attacks reduce your non-ultimate ability cooldown by 20% أظن هذا الاتم تنفع على شاكو أو تنفع على أي champion that builds that builds sorry crit qualified pickaxe clock of agility I don't see it على ADC برضو as the best لأن فيها ability haste كتير even though فيها attack damage I think it's for AD crit junglers أو أو لوشين بس هذه spear of shogun فاكرين spear of shogun نفس الشيء لا لا ما تنفع على على شسمه على اسريل عشان فيها crit و ولا تنفع على كيت لأنه فيها crit على فيها ability haste فا هذه الاتم I think أكثر واحد حيبنيها في البوت lane لوسين لوسين في التو بلين وفي الباقي ممكن نرجع ل the same people who used to play spear of shogun يا شباب مين هم شو اسمه سنة برضو ممكن سنة this is good on سنة في التوب ما أدري إذا كان ممكن تلعبها مرة تانية ريفن و جاكس I don't know أوكي لأنه again your critical strikes آس لا سوري critical strikes أنا أعسف لازم critical strike يعني ما تنفع على ممكن تنفع على شاكو ياسوا ما أدري إذا يستفيد من هذا بس بس ممكن ياسوا ممكن برضو ياسوا يستفيد منها بس I don't know if ياسوا needs pull down reduction مرة كثير kindred لما يتلعب attack speed لما يتلعب crit yes definitely kindred يستفيد منها force of nature هذه من الأيتم الجدا قديمة ترين دمير برضو يستفيد منها مرة كويس فعلا force of nature كانت ايتم قديمة رجعوها مرة تانية graves لما يلعب crit بس لا تنسوا شباب it's crit dependent okay force of nature من الأيتم القديمة اللي مرة معروفة اللي كان سنج الدائما يبنيها ويقرفنا فيها negatron يعني فيها magic resist فيها movement speed زيادة وفيها taking damage from aberties grand u 6 movement speed هذه the ultimate item forcing it والله سنجد كان يشتريها زمان ومحد كان يقدر يكتره هذه مرة كويسة على أي أحد يبغى ينضرب okay ينضرب ويجري okay four magic resist four five seconds stack to five times each unique ability instance give you one stack كل ability instance give you one stack يعني it stacks up to five times from five different abilities يعني مو لو انا ضربتوا ب two different abilities لو انا ضربتوا بنفس الابلتي twice ما تنحزب two stacks أي champion that is ap heavy يعني that is يعني يبغى 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 يوقع يعني يعني team اللي قدامك ap heavy مرة كتير أو تنفي على أي tank قدام team that has I see most of tanks لما يلعبوا قدام heavy ap teams يبنوها ما فيها كلام okay بس sing it ينبسط من الاتم هذي من دون منازع okay يجري بسرعة يجري بسرعة زيادة كل ما تضربوا يجري على سرعة serpent's tank anti shielding هذي الاتم يعني it's for assassins برضو و it's anti shield I think برضو هذي الاتم ما حنشوفها مرة كتير انو هذي ما تشتريها إلا في حالة التيم اللي قدامك is shield heavy فيه تيم قدامك زي تجي سي ما لعبوا الاسبوع اللي فات لعبوا بشيلد حق Lulu وشيلد حق Galio وشيلد حق Barrier وشيلد حق هذا يجي واحد ينفض لهم اياه بهذا بس I don't see it being built a lot this is good on Mokai as well فهذي basic attacks and abilities deal 50 بسي زائد 40% والسدي additional physical damage to shield the targets اللي مشلت هينضارب زيادة أو عشان يشيل الشيلد أسرع فagain niche item ما حتنبني مرة كتير ما اتوقع انو نشوفها كتير حرائزن فكس damage amplifier هذي it's good for AB champions that need to do most probably burst damage something like Quillal Bursters gives long range artillery and control mages another damage alternative that loops into their play style فهذي إشساوي damaging a champion with a non targeted ability non targeted ability at over 650 range or mobilizing them reveals them and increase their damage taken from you by 5% كويسة على cindra كويسة على يمكن اوريانا اهم شي انو اي احد برا الرينج حق سبه 150 كويسة على زارث كويسة على champions اللي يضربوا من بعيد كوزميك درايف هذي على باجماع الكل باجماع الكل سرفين برضو كويسة عليها ممكن فيكتور ممكن كويسة عليها اذا يضرب من بعيد لانو تعطيك حاجتين تعطيك تعطيك view تعطيك تشوف نفس الوقت تزاوية الدامج حقه لا اعرف اذا كويسة فيكتور يعني اللي عارفهم كويسة الرينج حقهم زي cindra 950 زي oryana 850 كويسة على كوزميك درايف باجماع كثير برضو كويسة عليه سايلس لا سايلس لا باجماع الكل هذي اكثر ايتم خربانة الكل باجماع يعني يمكن لسه ما يعني في البداية ناس كثير ما هيبنوها لانه ما فيها دامج مرة كثير بس الفكرة فيها ندوني كدامج with abilities grand 10% زائد 10 زائد 20 ability هيست موفمان سبيد كمية الموفمان سبيد يعني ناس كثير في اللو إيلو لا تدوني موفمان سبيد في اللو إيلو ستبني مرة كثير انا متأكد انه يفاليو موفمان سبيد وموفمان سبيد عامة في الجيم أخرب ستات أخرب ستات ما فيها كلام فالنبدل ليس لأصابقتهم يتعلم لأن العباد من المشوف أخربين مثل أخبرين مثل أكو موجود مثل ليليا موجود مثل موجود مثل حتى بعض الم察وطة الموفمان ماذا نتجم موجود رأيك الموفمان سبيد عندما يكون عندك 10 الاستاكات المجايا أي أحد كان يأخذ مجاي This item is insanely good اللي يبني مجاي السكندري ولا الثرد عشان الموفمان سبيد فما يحتاج تبني مجاي مجاي شغلوها أظن سعر أنا فاكر أظن شغلوا مجاي من الجيم فتعطيك موفمان سبيد مطبيعية وتعطيك ability hast وهذه الاتم اللي فيها أكتر ability hast هي 30 ability ما شغلوها اللي هو مجاي موجودة بس الفكرة إنه هذي دارت كملمنت فهذه الاتم قدما إنه ما فيها دامج بس فيها موفمان سبيد مرة كبيرة فيو can weave in and out أزوالاز إنه لتعطيك إياها مرة كثيرة هذي الاتم أظن تنفع على على أي أحد that wants ما يمكن كارثس if you want to deal death by a thousand spells instead of one needlessly تاخر خارج last burst I think anyone that can do damage من بعيد yes pass your player would be good ما فيها كلام even though يمكن العبليتي هستحقة هز I don't know كتير من الشامпионs اللي تلاعبوا مدو في الجنجل AP will benefit from this ما فيها كلام armor and magic resist while the champion is affected احتمال كبير هذي من الاتمز اللي تنفع على champion زي غاليو في المد ممكن Vlad برضو الناس اللي تجلس للطارب فترة طويلة مو يدخلوا ويخرج على طول مرة كثيرة هذا يبع يجلس إن he wants to stay alive he wants to sustain تنفع على أي أحد that wants to stay for a long time سيرلدا's grudge هذي anti-armor هذي item actually AD that has armor penetration or has ability paste هذي تنفع the champions that are damage ability slow enemies by 3% هذي تنفع للأساسنز عامة اللي بيكمل مو لازم يجيب لورز دومينيك زي ما قلنا شباب يقدر يستخد سيرلدا's grudge I don't think it's very good for ADCs عشان فيها ability haste بس عامة this is another path for an item that has only attack damage or armor penetration من دون crit لأنه اللورز دوم يكون هذا فيها 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 السلبر مير دون سلبر مير دون CC cleansing هذي فيها quicksilver سعج هذي is meant هذي quicksilver is that is meant for remove all disabled exposed airborne and gain 50% tenacity and slow resistance 450 can't be used while affected by airborne build path attack damage quicksilver pickaxe ruby crystal هذي تنفع for tanky for anyone okay this is a QSS for anyone who's AD okay حتى tanks that's very good chainsaw chippunk chimpunk chempunk ولا chimpunk ما أدري كيف أنطقوها هنقول chimpunk أو chempunk chainsword هذي anti-healing الanti-healing برضو صار فيه على two items موجود الائتم القديمة زي ما هو وده حين صار موجود على على chainsword الائتم هذي ما فيها attack اخر شيء بدل ما يسوو لها upgrade المortal reminder يسوو لها upgrade the chainsaw عشان يستفيد من الاد والهلث الزيادة حيث 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 grievous wounds to enemy champions for 2 seconds إذا target is below 50% يزود الأفكت عامة grievous wounds عامة grievous wounds زود الستات حقتها في بداية الـ game 40% أو مفداية الـ game طوله 40% إذا أي أحد هلثه أقل من 50% يزيد الأفكت حقها الـ 60% وهذي هذي 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 نيرف دايركت على أي healing champion بزات يومي يومي لا يحل تصير لما يكون العدم اللي قدامك لوهل الـ chemtech purifier is also anti-healing بس for ability power champions هذي anti-healing for mid laners or top laners هذي anti-healing that are AD هذي anti-healing for AP champions مولا زموريل موريلو مولا موريلو 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 ability heath 50 base mana region فيها mana region موريلو dealing magic damage applies 40% grevious wands نفس grevious wands فصار الحين consistent أي أحد في الجيم عنده grevious wands أول كانت مشكلة موريلو إنه ما يشتغل grevious wands إليه ما تشتري موريلو كاملة الحين لا حبيبي الحين I think the moment you buy an oblivion orb خلينا تأكد منها ماني فاكر تار فيها anti-healing ينفعل support mage ينفعل support mage برضو ممتازل تاف of flowing water هادي new item for enchanters that lets you support your support mage برضو هادي for enchanters and mages عامة في ability power عالية في heal and shield power عامة تنفعل الناس اللي هما more enchanters اللي already عندهم ability that heals or shields مرة ممتازل healing or shielding and ally grants you both 15% movement speed and 20 to 40 ability power for 3 seconds steering word stone هادي الـitem حقة الـwords الجديدة هادي الـitem أصلا ما تقدر تشتريها ما تقدر تشتريها إلين ما توصل level 13 ولما تشتريها يعني في لها استعد شالوا support items كلهم يا شباب لحين صار في mythic حتى support اول item يشتري الصلاة عن mythic item الـitem هادي اللي holds control words ما تشتريها level 13 يوجوال يس games will be over يعني قبل level 13 for support اوكي فما عد فيه item حق support خلاص بحة اوكي هادي الـitem الوحيد حق support لو ما توصل level 13 تشتريها بـ 1100 الفكرة فيها انه اول ما تشتريها هيكون عندك ثلاثة stacks هيكون this item can store up to three purchased control words اوكي تخزن ثلاثة control words تشتري ثلاثة control words وتخليها عندك كيف تجيب gold الـitem حقتك تجيب gold this item transforms into witchful wordstone once you place 20 stealth words لما تحط 20 stealth words يعني وانت حاط 20 stealth words على طول حجيك يعني اذا انت من الناس اللي تحط words زي الناس ولا ادم كل شوية no support word items still in the game yes yes انا قصدي او 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 this item can store up to three purchased words بعد once you place 20 stealth words بعد كده upgrades from string words tend to haste بعد كده تشتريها تدفع 1100 وتبنيها على هذه تعطي capability haste and movement speed the effects this item can store up to three purchased words increase your stealth word and control word placement caps by one اول يعني هذي لو ما اشتريتها الميزة فيها انو يتجري تشتري ثلاثة control words وتخليهم عندك في inventory تخزينها جوتها يصير عندك ثلاثة هذا واحد اثنين هتزود الكاب حق control words و stealth words بواحد يعني كنا اول نضع 1 control word هندي 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 support word items still in the game support word items اللي في البداية القديمة لسه موجودة اللي هي ترطيكم الwords العادية stealth words التلاتة والأربعة لسه موجودة ما تغيرت الشباب فهذه additional عشان يخفضو لكم slots عشان دائما يكون في item slot حق words legendary items هذه items قديمة عدلوها نفس الـ reminder عدلوها شوية حطوا فيها critical strike هذه صارت تم بني صارت مفيدة في أكتر من حالة فصار تختار الشخص اللي يحتاج critical strike تاخد عليه item هذه الشخص اللي ما يحتاج critical strike تاخد عليها chemtech chain sword أو chemtech purifier على حسب chemtech whatever let's call ganoso ganoso تغيرت هذه خليني أرجع حبتين للشخصيات اللي ما يتمدو على attack speed تاخد mythic فيها attack speed أو فيها attack sorry الشخصيات اللي ما يتمدو على crit زي kaisa زي vein on hit زي kogma on hit هذول ما يبغوا crit تمام فإيش تسوي فلما تاخد ganoso ganoso فيها crit والmithic item فيها crit بس effect حقها كل on hit يحول يعني كل 20% crit هيتحول ل on hit أوكي يعني حتسوي 45 physical damage بكل 20% critical strike فأي item critical strike هتتحول ل on hit damage أوكي فما تخاف إذا أنت تبني ganoso تبني crit items ما عندك مشكل أوكي كل crit حيتحول ل on hit فإذا عندك 40% critical chance حيصير تضرب بدل 45 كل on hit حتطلب 90 أوكي but you can no longer crit ما عد حتسوي crit this is amazing on e this is amazing this is amazing on vein أي أحد يبني ganoso أي item فيها crit تشيلها تحطها يصير ما تكرت تتحول crit حقك لدمج هذا فإذا فإن هذا موضوع موضوع وكي works double on yasua works double on yasua يس بس yasua ما يضرب auto-attacks كثير قد هدول فإ it's not the best على yasua صلا every basic attack applies you're on hit effects twice okay الفانتوم dancer رجع الفانتوم dancer القديم أول كان يسوي lifeline shield دحين ما نهي shield okay دحين رجع الدين basic attacks grant ghosting ghosting إنو تكار تمشي من وسط المنions المنions الباثين في المنions تمشي من وسطهم ما يسوي لك باثين تكار تدخل okay and 7% movement speed for 2 seconds in addition attacking 5 times causes spectral walls to also grant 40% attack speed for the same duration هذه نفس الفانتوم dancer القديم okay فانتوم dancer القديم no no there is no crit فالفانتوم dancer القديم وإنت بتجري first minions تعدي ما كان في minions في الطريق وفي نفس الوقت تأتيك 7% movement speed ولو ضربت 5 auto attacks 40% attack speed فهذه ADCs on steroids ما تحتاج أي أحد يوقف يعني ما تحتاج لولو خلاص جيب phantom dancer and have fun with phantom dancer lord dominic نفس الاتم القديمة الاختلاف إنه والله صار فيها برضو crit chance وصار فيها فما تبغى mortal reminder lord dominic still being built essence river غيروها حبتين after using an ability your next basic attack deals additional 100% damage physical damage weaving pattern of sheen has always been fun on popular and some marksman champion but you still build it on the same people you build it فيها crit chance فيها ability haste it still works the same way it used to work before حيث بني على نفس الاتش ما على نفس champions التي ممكن منها أول فنص infinity edge is the same التي تغير فيها أن crit stand اي شيء كان 25% 20% و gain an additional 8% crit strike damage 20% crit strike فهذه برضو item that sweeps أي أحد كان يبني infinity edge أول ما زال سيبني infinity edge أول بس ما لست بنيها أول item كايت كونا بني عليها infinity edge أول مثلا لا سيبني دحين mythic حقتي سواء gale force أو 20% هذا بعدين سيبني infinity edge أو whatever على أساس أستفيد من pure AD yes because of the added IE gives 215 crit damage 8% multiplied by 5 there is no such a thing as 215 percent when your math is broken max is 40% whatever so no so 8 multiplied by 5 is 40% okay من المون نفس الاتم القديم crit is ah you mean the base crit damage is 175 understand mana money should be valuable precious to the spell casters mana money bagi the only problem with mana money right now is the stats all have gone because the tier started starting item you can share 400 or 450 money and gale the mana region and gale the mana damage per mana again bonus ad equal to 2% maximum mana had gale can 4% if I remember correctly strike a target with an attack or an ability to consume a charge and gain 3 bonus mana bonus mana goes double if the target is a champion this item transforms into mana mana once 450 mana 750 mana for the to gain bonus attack damage equal to 2% when targeting champions ability strikes and basic attack deal additional physical damage equal to 4% أول كان ماجيكا الدامج إذا أتذكر ذلك حيني صارا سيني الارتينجي النفس الشي عشان التغيير اللي صار على التير of the goddess they are just updating the stats حقتها and the way it calculates it um so strike a target with an ability to consume a charge and gain 3% bonus mana bonus mana again أول كان أي أبلتي تسويها وانت ماشي التير تتعبى دحين لازم تضرب uh champion right am I correct وعشان كده نزلوا stacks حقتها من 750 ل450 striking a target sorry أي مرة تضرب target ما يفرق سوان champion ولا ولا minion أي أحد تضربه okay but it's doubled for champions you are right بس مو في الهواء أول كنت وانا ماشي بإزريل في الهواء من البيس أضرب QQQ ما تشير شي okay تضرب minions تضرب targets تضرب أي أحد تضرب drakes تضرب jungle تضرب هذا تستكها من هناك okay uh seraph's embrace is the same uh lich bane is the same فيها movement speed ability power after using an ability or next places attack في الاتمز القديمة ما تغيرت مرة كثير blade of the wrong king شاء الله active منه which i am i am i actually don't know انا ما حبيت ال change هذا صراحة انو i i i like the idea of blade of the wrong king واحدة من الحاجات اللي لاحظتها يا شباب آآ في ال update هذا انو they are trying to make the game a lot easier بيحاولوا يسهلوا ال game اكثر يعني في حاجات clicks كثيرة شالوها اللوها active وانا مستغرب مستغرب يعني من ال change هذا وحتى the way you build the items صحيح انو فيه items كثيرة بس سهلوا ال itemization اي واحد بس اول شي تبني mythic item بعدين تبني legendary items خلاص كلهم but it actually makes stuff easier it's not harder just get used to it اتعودوا على ال itemization حتلاقيها اسهل مركة عمر لوشين ما صاربني مانا موني لحين محتمال كبير لا يعني ما زالت الميثيك item اللي تبني عليه ممكن ممكن تبني عليه مانا موني في البداية مش بطالة يعني مانا موني على لوشين موني على لوشين to maximum mana it will still work برضو من نفس الطريقة stack damage في ability hast كل شي works with لوشين مانا شايف فيه اي مشكلة بس هل حيست انا اصلا ماني من الناس اللي يعني يمكن في الميدلين مانا موني still good عشان المانا ريجن المانا ريجن صار اقل من كده كتير فما عدريش الفاليو حقته لياندر موجود لاتس بين نفس الطريقة blade of the wrong king صار طريقة يشتغل انه basic attack apply physical damage equal to 10% of all melee 6% for range بصاصل موجود لوحك اقتاب عشان الملك بصدر موجود موجود بصدر موجود افترض موجود انا كل تالت اتاك ميود تسوي سلو يعني ما في الاجتف حقا انه انت را تضرب تبطئ وتأخذ الأكستر Black Cleaver, the same way it used to work Dealing Physical Damage to Champion Applied Stacks for 4 Armor ما تغيرت up to 6 stacks هذا نفس الشيء Damaging Attacks and Abilities Against Fully Shredded Enemies Dealing additional 5% of Targets Missing Health Physical Damage هذا أكثر دمج زيادة سورة Revenous Hydra نفس القديمة Basic Attack and Abilities Dealing Up to 50-60% of your Attack Damage rather Enemies Near ما هو تغيير مرة كبير نفس الشيء Titanic Hydra Gain Bonus Attack Damage equal to 1% of your Maximal Health Basic Attack Deals Additional Physical Blah 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 Targets It's more or less الأشيال يحيدة اللي تغير في Titanic Hydra إنه يمكنك تغييرها على رانج يمكنك تغييرها على رانج وشاله منها الأكتبز الاثنين الاثنين Revenous Hydra التيمات لحالها تغير تبنيها على ملي ملي Damage scales down with distance from the target and this is what replaced it أظن إذا فيها ADC حيبنيها حيبني تيمات لحالها وبعدين ما حيسوي upgrade إلا آخر item We don't need any of the other stuff فيها and it works on any ADC بزات الADCs they can play solo lanes لحالها ممكن ما عندك مشاهدة Gain bonus attack damage equal to 1% of Maximum Health هو الفكرة هذه إنه لا you're not very healthy Gain basic attack deals basic attacks deal additional physical damage equal to 4% of your of your Max Health المكسهل حقك to the target of 40% max health of your Max Health to enemies behind the target 70% damage for range think of 70% for me أي champion that can go I don't know toe to toe on side lanes إحتمال يقدر يبنيها if they want to split push split pushing ADC زي عيال داخلين المتا which end نفس الاتم القديمة الاختلافية بشيكاتيجز apply 15 to 80 magic damage on hit and grant 20% movement speed اوظن المovement speed هو التغيير اللي صار جديد لو تلاحظوا 3-4 علايتي ما أصار فيها موفمت سبيد ما وفما متوريس الباسف حقا lifeline is still the same upon taking magic damage that would reduce health below 30% gain 200 20% ماكسيما هذا and a shield damage shield for 5 minutes death dance غيروا طريقة death dance أول كانت death dance في armor magic resist حاليا فقط armor فما ينفع دائما على top laners إلا كان اللي قدام إلا كان اللي تلاعب قدامهم AD مش AP و أول كانت mandatory كل الناس يبنوها تقريبا في top lane حين لا حنشوفها على نيش محدد في matchups محدد دا رادر ما ينها تبني في طول الوقت لا تنسى إنه فيها 30% for melee 15% for ranged ما زال إزريل حيبنيها تالت item ما فيها كلام ما فيها كلام it's still a good item on إزريل يا شباب it will not they will not stop building it champion takedowns cleanse هاد physical damage taken is dealt for you over 3 seconds instead حتنضرب يعني بدل 15% الدامج اللي كانت حجيك على طول حجيك في حوالي 3 ثواني إذا في champion مات يعني سواء integral 2 ولا assist عليه حيمسح الدامج اللي باقي و will grant you 30% movement speed for 2 seconds and restore 10% of your maximal health over that duration فاكرين الرون اللي كانت ترجى health لما تقتل واحد take down death dance صار فيها الرون هذه okay there's no more life steel and they removed the magic resist okay triumph this is triumph okay بس ترجع لك triumph مو one shot ترجع لك ياها على ثانيتين و في نفس الوقت grant you 30% movement speed حيجي لك sprint دفقة و في نفس الوقت إذا أحد مات لو في دامج كان حيقت لك حيتمسح هيتمسح ما هيجيك خلاص فمو لازم تضرب okay gone okay cleanses الدامج اللي باقي يديك 10% of your health يعطيك 30% movement speed it does not it does not get better champion take downs cleanse ignores pains لا أي type of damage حبيبي بس تنفع على الناس اللي يبغو ايه وبعال armor يعني هي تتطيق armor بس بس ما يفرق هذي تشتغل على AD ولا على AP damage okay of physical damage taken is dealt to you over 3 seconds I'm sorry physical damage I'm sorry انتو صحيحين هذي فقط على physical damage of physical damage فهذي تنفع لمن يكون قدامك Assassin's AD أو AD champions عامة overall زي ما قلنا في البداية هنا it does not work on AP only on AD only on AD okay Sterex gauge برضو Bloodlust lifeline still موجودة فما تكرتبني Sterex gauge وماو في نفس الوقت Sterex gauge works the same way تقريبا في 50 AD dealing damage that is of taking damage from a champion grants a stack restoring 2% of your max health over 6 seconds healing 60% upon taking damage that would reduce your health below 30% gain a shield equal to 200 plus 8% of your max health نفس اللي كانوا يبنوها اول حيبنوها ما تكرتبني ما المطارس مع Sterex gauge في نفس الوقت اومن works the same way بتنقص فيها ability haste اللي تغير اظن اول ما كان فيها CDR حيصر فيها ability haste ونفس الوقت الاكتف حقتها still works the same way briefly attack damage by 10% and critical strike by 20% بس هذي يستغل مع الباسف اول كان فيها باسف تشتغل اي احد يضربك يجيلو يعني الدامج اللي يجي عليك اقل لحين لا لحين you actually well you actually have to لازم تسوي الاكتف حقتها اوكي لازم تسوي الاكتف حقتها اكتف عشان وهي شغال لاربع ثواني انقص الى critical strike الدامج اللي صار عليك والدمج اللي صار عليك 2.05% of your maximum health capped at 40% of attack damage القرغويل نفس القرغويل القديم في armor في magic resist في ability haste عامة it's still one of the best items to build for tanky champions you cannot build it ما تكرر تبنيها على support anymore تاني item natalus leona thrash في حالات كانوا يبنوها تاني item بس كانت بـ 2200 دا حيصار 3.300 support سمعت حيبنوها بعد اليوم احتمال كبير الا اذا وصلوا لليت game حيبنوها اخر item لما نصير عندهم gold i don't think they can build it anymore you do not invest money عليها تبند الثاني item على natalus زي ما كنت بنيها اول لانه makes no sense وهذه تحتاجها لما تكون انت your tanking انت your first line انت الادم اللي داخل عليهم في الزحمة انت اللي داخل اول واحد as a support item not viable anymore الا في late build مش في البداية لانها صارت مرة غالية وانت مات تجيب الgold حقها ولو عشان تجيب الgold حقها عشان اموباليز اموباليز انت اموباليز نخيل 3 مرة يصبح تم الا اموباليز انت اموباليز 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 انت اموباليز الاختلاف بينه هو بين الغريبية السونس العاديه انه هادوك هادئك كان يعني لما انت معاك الاتم الحينسو والمورت الريماندر او الواحد من الاتمات هادا لما تضرب احد حتتنقص الهيلث عليه 50% او 40% اذا كان هيلثه اقل من 50% حتتنقص عليه 60% هنا اذا سويت stun او immobilize عامة اي immobilize time او سويت عامة الهيلث الهيلث هذه عامة ما هاتكلم عليها كثير انو تغيروا الهيلث تزودوه نقصوه عملوه طلعوه غيروا الاتمات غيروا الهيلث غيروا الهيلث تغيروا الهيلث هذا شيء يحتاج الوحيد من المجدد الزيكس's convergence هذه واحدة أعجابات التي يأخذها الزيكس الهيلثة الزيكس ومع التغيير هذا صارت أعجابات مرة كثير اول طبعا مغادر نظر عن هذه التتباية في نفس الوقت لا تنسوا الآيتم هذي لما تأخذها تطيها على واحد يعني لازم تحطها على واحد أول كان الزيك ما يشتغل إلا من سوي RT دا حين الزيك يشتغل for 5 seconds after you immobilize an enemy what is immobilize league wiki immobilize types of ground control لما تشوف ايش يعني immobilize تشوف ال different types immobilization هذه جميع أنواع لما تشوف ال immobilization airborne blind drowsy disarm root sleep stun suppression suspension slow cripple silence nearsight أي حاجة تقريبا تقريبا is an immobilization okay نعم 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 تشتغل بنفس الطريقة نعم 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 ما تعلم هنا بسيطة واحدة تنقص الدمج الذي يأتي عليك وتزود الـ Movement Speed حقتكم لو تنقص الـ Health حقه عن 50% وهم لديهم من الموزح الذي يقوم بشكل مقاومة بشكل مقاومة بتقديمه وفضل الـ Movement Speed وكان الـ 50% ولدون 35% فلح يقوم على طريق مقاومة بشكل مقاومة بينهم وأنت بتجري على أخويك ووهو نقص الـ Health ونقص على 50% تزيد صراتك علي مورلو 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 70 عمليا حقا جدا أدعي magic damage 40% grievous wounds to enemy champions for 2 seconds if the target is below 50% this effect has increased 60% مورلو a pure anti-healing item rather than a mixed purpose confusing item so that you won't have yeah السيزن اللي فات كان عارة of people build مورلو مش عشان anti-healing بس عشان الدامج حقا فقل لك دحين نبغى have very specific anti-healing متى تبني مورلو ومتى تبني item الثاني اللي هو purifier I need money faker ونشوف الفرق بينهم على أساس we see how we move dragon blade is the same while near one of your visible enemy champions gain 8 flethality and 2 to 80% level attack speed decaying over 3 seconds it's nothing important rapid fire canon هذه التغييرات light embalances عشان عشان نقص الكريت من 200% 175% فأي item فيها crit they updated status حقتها I don't think I'm going to focus on that في item rapid fire canon they just updated the crit structure attack speed تغير storm razor نفس الشيء الكريت تغير gold تغير attack damage نقص value حقتها نقص I don't take we'll build those items anymore on caitlin إلا في حالات محددة الخيام صار عليه في critical strike فهذا معناها نقدر نبنيها في حالات مرة كثيرة سواء أنت ماخد champion ماخد champion علي نوسو حتستفيد من 20% critical strike لتتحول لدامج وفي نفس الوقت ADC اللي يتمد على attack speed أو crit برضو حيستفيد من critical sans لما تأخذها فتصير it's actually more valuable صار رخص على اساس item path حق تغير وصار more crit based نقص attack damage نرسو معجي resist تغير فوكس فيها لأنه والله it's focused على شاسمه على اساس it's focused بس على انها disabled CC تقالوا lifesteal منها completely أول كان فيها سبتر مهم ما فيها سبتر عشان كده رخص قول ده removes all disabled نفس الشيء الشيء الوحيد انه قالوا excluding airborne اول knock-up ما كان مكتوب فقال لك ده نكتب عشان الناس يكونوا عارفين اوكي بنكتوب رونانز نفس الشيء زودوا في attack damage اول ما كان في attack damage نهيا 20% movement speed رونانز لحاله 9% رجعها 7% تبالس مع الباقية bolt damage 40% 70% total damage attack based على level this scale is with you right now as in the world realize is the same just a bit of batting تغير health زاد slow زاد natural tooth الشغلات البسيطة هذه في damage على حسد فمرة سهل توصل لل cup يعني تبغى خمسة ايتمز عسل توصل لل cup اذا جبت 6 ايتمز كلها فيها critical chance هي صور لديك more critical chance critical chance زيادة حيتحول لأيضر AD زيادة او true damage money faker money faker صلاح يا مومو cooldown reduction انشاله منها امبرال glaive attack damage زودو ability hast غيروه من cooldown ability hast guardian engine nothing changed attack damage nuggas war mok زودو الgold حقها زودو فيها ability hast بدل هذا وخمسة per second عشان spirit vizage سالوا منها cooldown وخلو hast increase shielding and healing dead mans ما تغير ardent sensor is still there بس غيروا cooldown reduction وشال movement speed buff اللي فيها لانو كل حقه support but you don't need these stats anymore gold is the same زودو mana regen 100% redemption is still the same أي شي كان يعني أي شي كان لازم تشتري redemption عشان تاخذ health حقه حوالو على mythic item وانت حتسر mythic item اول شي ما زالت redemption is very good item كل الاتمز هات تم بنية نفس الطريقة اللي كانت تم بنية أول على نفس champions اللي كنت 10% magic resist 50% for build path تغير remove all crowd control debuffs expect airborne and suppression ما زالت ما تشيل suppression لا تنسو رمانيا light champion and restores 100 to 200 بالهلت زي الابلتي حقه warwick زي الابلتي حقه مالزهار ما تشيل هات لا تنسو ميكايل ما يشيل هات ميجاي is still the same شالو mana debuff زادو عليها health it's still a scaling item زونيا is still the same شوية status هذا بانشي is still the same does the same thing jungle items oh my god jungle items القديمة انشالت وصار عندنا two items فقط very simple يا اخواني jungle يعني صار jungle one one jungle صار البزورة hail blade amber ايوش amber knife تاخد hail blade لو تبغى chilling smite تاخد amber knife لو تبغى challenger smite بحا done that's it it scales automatically by itself اشتري item الائتم حتكبر بنفسها ياي عشان again يبغوك تاخد يعني mythic item تمام فهادي starting item وعلى طول تبدأ بعدها تبدأ mythic item طريقة اللعبة تغيرت الكل سيبدأ بstarting item ايو item تبنيها بعدها mythic item عشان ايوش wait consistency انا انا ماني مقتنع بالطريقة هذه بس ok let's see how it goes so 350 gold من البداية فيها omnivamp لا ننسا ايش 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 omnivamp كل الائتمين فيها نفس الشي الاختلاف الوحيد انه هذي لما تستخدمها خمسة مرات هذي لما تستخدمها تستخدم الخمسة مرات تتحول لتشالين سميت هتكلم على بعضين الومني زي ما قلنا هو الفامب يشتغل على ايدي على اي شي على اي شي تسوي لامنج مونستر بيرن هذا مستمر يعني الائتم هذي وانت تضرب اي مونستر في الجنجل هي سيسيب عليه بيرن في حاجة لازم تعرف لو لو كانت البرن حتقتل المونستر في خلال الخمسة ثواني المونستر حيموت على طول دامج منسر بيرن 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 سيقن في واحدة سميت 5 تحضر بيرن تحضر تحضر بيرن بيرن هذا عشان تاخد بيرن زياد الماب ريجن أبتو 5 بيرن 1 2 إيوه هنا بعد من سميت بيرن انسو اللي اش اسمي انسو اللي انا امبر نفس الشي الاختلاف الوحيد لما تسوي خمس smites you will actually take a challenging smite when smiting champion challenging smites marks them for 4 seconds during this time your damaging attacks and abilities deal لا تنسو challenging smite لما تسوي smite على champion انت تسوي عليه damage زيادة تسوي عليه sorry you're damaging attacks and abilities deal more damage تسوي عليه damage زيادة that is true damage over 2-5 seconds refreshing but not stacking and you take 20% reduced damage لا تنسو لما تاخد champion that is aggressive we بتضرب مع champion تاني ما يبغى يسوي slow challenging smite is very good دي نقص الدمج حق الادم اللي قدامه قد زود الدمج حقك عليه abilities now apply and refresh the burn alongside the basic attacks مو بس البس التحتاس حتى الابلتي تسوي لها refresh and at the same time immolating smite damage reduction now has vfx jungle camp adjustment overall our aims to slightly improve bathing diversity we are running inconsistency pass magic damage magic resist زاد low standard 20 الهلث حقه نقص بالبداية عشان دايما gromp يخلي الناس well gromp كان يعطي اكتر xp في الgame gromp's first 3 attacks no longer have increased attack speed شالوها اول كان يعطي attack speed زيادة gromp اوال تراد ضربات كانت سوي attack speed زيادة killing gromp pre stores 50 زايد 10 average champion level health زايد بلا 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 مانا increase بايب 2 والله صارت الجنجل صار in my opinion just BS gromp overall damage صار زيادة بس الاول 3 attack صارت اقل وصار يعطيك health بعد ما تكتره الblue sentinel برضو الارمر صار 20 لا تنسون الblue sentinel في armor والred sentinel اول كان الblue في armor ما في armor رسبر الred اول كان ما في magic resist صارت ايش هذا الهلث اقل في البداية المعход لا تريد أن يجري وراكي بهد لك الولف ما عندهم Magic Resist عندهم Armor سال عندهم Magic Resist 20 ما عندهم Armor كيف تزيل المفضل؟ لكن في كل الأحالات موضوع الآن هناك حقها موضوع الضغط موضوع الضغط زادت الموفمين سبيد حقتهم الاكسبيلينس حق الكرقز الصغار تغيرت زادت زادت حبتين الاكسبيلينس حق الكرق الكبير 18-24 13-50 او نقص يبقوا تكتل الصغار اول كانوا كلهم يكتلوا كبار ويسيبوا الصغار ويمشي انشت كرق health magic resist ما تغير شي موفمين سبيد الريد الارمر سار 20 magic resist والهلث الريفت الفلا بلا بلا الهلث حقه زاد نقص صار فيه شيلد اول ما يطلع شيلد بريكس ون ايم موبلايز الشيلد هدا يروح لما تسوي الهستن احين السكتل الهو ماشي تصير فيه كده شيلد كبير ابيض على اليمين اوكي 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 واوكي المتبنى الأمر هذه المتبنى 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 النون يبنى مطلقة نبقى نساعد الادس في البداية لما نبنوها لما يشتروا ايتم اول ايتم يشتروها تكون عندهم زي اللوست شابتر فاهمين؟ اللوست شابتر حق الـ AP في المت هذه الـ Non-Cover حقه الـ AD للـ ADC الفكرة فيها انه ترجع بـ 1300 بدل من اشتري بـ F تاخذ Attack Damage و Attack Speed فاهمين ينزل الماستر الفكرة فيها انه او ناور رجع بـ 1300 يمكنك تصدر بـ يمكنك تصدر بـ تعطيك الـ Stats اللي تحتاجها كلها ريج نيف جميلة على هاتف شابتر حقه الـ Flexibility Axis اللي يبقى يشتري قنوسو عشان ما يشتري بس الـ Attack Speed صاري يشتري الـ Item هذي هذي الـ Item تبني اللي انتو قنوسو اللي يبقى قنوسو اول اللي يشتري هذي اول وبـ 800 Gold it's actually very easy for him to get into الـ Blighting Jewel هذي الـ Percent Armor Penetration هذي Last Whisper as a component adding Blight Jewel تستablish Build Path الفكرة فيها انه اللي يبقى يبني something into Last Whisper يصير بدل بدل 1150 يشتري هذي لا Ability Power Project Penetration Percent Armor Penetration That Last Last Whisper component adding Blighting Jewel تستablish هذي 4 AP Champions اللي يبقى يجيب فاكرين اول كانت طريقة الوحيدة اللي تجيب بيها Magic Penetration تشتري Void و Void كانت مرة غالية اه يعني كان لازم تبني مثلا ايتم اه الـ core ايتم حقتك بعدين تضطر توقف اذا كان قدامك Magic Resist كتير لازم تبني Void Staff وما حيكون عندك اناف Magic Damage فالVoid Staff هتسوي الـ Penetration حقك قليل بايش تسوي تاخد البلighting جول هذي ب1250 بعدين تكمل Death Cap وبعدين ترجع تكملها بعدين هذي هذي زي موضوع اللورس دومينيك عند الـ ADs كان يعطونا الـ Last Whisper اللي هو ب1450 بعدين وقت ما أبغى أبني الباقية أبنيها نفس الشي للـ AP سوى لكم ايتم بنفس الطريقة اعطاك اكسسيبوليتي أسرع للـ Magic Penetration Leeching Lear هذي واحدة ايتم بلدن بلوك لسيستم ماجيز هذي هذي امني فام فروبي كريستل اي اي تعتقد ان هذا يعني هذي تنبني أكتر شي هذي الـ Champions اللي هما موضوع ايضا كنترول ماجيز ولا حتى ماجي سبورت هذي 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 800 نفس الشي حق الـ AD او AD احنا ناخد Executioner بـ 800 انت دحين تاخد Oblivion Word بـ 800 وانت هنا خلاص من بدري بدل ما تاخد موريلو وتتأخر لم تشري موريلو كامل يصير يصير على طول Fast Access عندك قدامك واحد مجنة نكهيل اسمه وانت احنا Seekers Arm Guard Simplifying and making Item Cheaper Cloth Armor Amplifying Tom Ability Power 30 Armour 30 Killing a unit grants 1 Armour Stacking up to 3 times which is bad الـ Seekers هذي نفس الـ Item اللي كانت تبني انتو Zonias تبوت والفكرة فيها انو والله تتتك Armor هي تتك 15 basic Armor I think وعدا كل unit تقتلو تتك 1 Armour هيصير عندك 30 Armour Stacking up to 30 times وما ادري هل هو permanent يجلس عليها ولا ما يجلس ما ادري ما ادري اذا الـ Armour هذا يجلس forever ولا اما سيجلس اما سيجلس اما سيجلس بس الفكرة فيها انو تتتك تبدأ بـ 900 وبعدين يجلس فبعدين يجلس 30 من ازيادة بسير اندك خمس وربيين المرة بسير اندك حسين 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 تحقيق حسين منها دامي واننمي تامبين ديالز ونديشن وماجيك دامي فقط واحدة من الائتم التي تبني انتو لا اعرف هكستك البامي السندر نفسه قديم سوف تغير فيه هذا ليس لدينا موضوع موضوع الموضوع لدينا موضوع موضوع لا اعرف لا اعرف لا اعرف الاجداء الاجداء ستبني انتو الاجداء الاجداء هم جدا انها موضوعات الاجداء الاجداء او او ميثيك لست متأكد انتو الاجداء انا اكتب ان انتو اي اراجعنا فوق ستجدوها المترجم الى الاتصال فإن ترمز بالانسينج إنه كل أحد في القيم يقدر ياخد الآتم السادسة اللي هو يحتاجها أسرع ما يتأخر يعني في واحد يأخدها بدري في واحد مرة يتأخر في واحد يأخدها كويس في واحد يصبح سنوبولت بهدرة الثانية عشان ما أخذه فهذه I think it's very nice نفس الآتم حقاً Seeker's Arm Guard اللي فيها اللي تعطيه أرمر هو لكم آتم تانية طيب AP نفس الفكرة ability power 25 magic penetration every 60 seconds gain 3 magic resist max 15 taking magic damage from champion reduces the time until the next increase by 5% الفكرة فيها إنو والله عندنا Seeker's Arm Guard لدي ايتم تانية مشابهة تعطيني أرمر هذه تعطيني magic resist and I don't know what this builds into we can see later نفس الاتم القديم اللي تبني اللي هي المأمول اللي هو الامن اللي حاجات تانية وتغيرت الفاجة is the same as phage heartbound axe home to phage old passive our new most agility themed weapon offers movement speed on hit go intense 1,100 dagger long sword attack damage attack speed attacking a unit grants movement speed نفس الفكرة حقاً phage يعطي نفس sorry attacking a unit grants 20 4 melee 10 for movement speed for 2 seconds after you deal the physical damage to the champion restore 2 melee 1 I don't know what this builds into بس الفكرة فيها انو نفس ال idea حق phage وعندما تضرب أي unit هتعطيك movement speed بعدها I'm sure it builds into one of the items اللي اللي خيامات كما قلنا تارس دي 60% total damage attack physical damage the same iron spike whip 70% damage damage to nearby enemies minions and monsters below 50 hertz took هاد اللي تبني انتو الميثيك ايتم حق غور برينجر اظن اللي هو من يوم ما تاخدها تسوي الايو اي دامج اللي حوله yeah باندل 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 بلما تستخدم الماء أنبت تجلب البندل glass filling a hole in the system so that the mana regen item with the ability to haste island 200% bound to heal shield power اللي بغى mana regen وما يبغى heal or shield الitem هذه is good for him i don't know what it builds to epic item balance changes zeal غيروا crit عليها total cost نخفضو total damage رجعوها السعر القديم حقها اللي هو الفو ميتام الافرامية الexecutioner calling two seconds الشين ما عد في mana ما عد في cooldown reduction بس في اللي هو الpassive حق الشين shines belt نقص الحلث حقه negatron changes البسيطة هذه basic starter items حطوا tier of goddess total cost 400 gold كانت بـ 850 المانا قل الاتاك دي لدش الى 5% من المنين mana charge strike a target with an ability to consume a charge زي ما قلنا اول نفس الشيء اللي معنا مانا ومانا مانا uh dark seal ability power 15 health thada do or die champion assist and kills grant 1 or 2 stacks of glory respectively after 10 stacks loses 4 stacks on death grants 5 ability of power نفس القديمة door and blade ما تغير فيها شيء بس تغيرت لأمني vamp بدل ما كانت life steal هذا معناها اي ability ولا اي auto attack ولا اي هاد يعني احسن بلاكس اول كان door and blade كان عشان i get a life steal كان لازم اضرب auto attacks as much as possible الحين حتى الابلاتي استعطيني heal which is very good هذا معناها more sustain في اللين door and ring killing a minion resource six mana excess mana all six of it if you can't gain mana is converted into healing this is good this is good this is good this is very good this is very very good whether تستخدمها على افلاد ولا لا yeah is converted to healing monster six mana excess mana all six of it if you can't gain mana yeah خيرا هذي ممكن تستخدم على الابلاد لانه ما تحتاج تعطيك mana اذا انت ما تاخد mana هتاخد health basic starter clock of agility and basic and starter clock of agility and fairy charm هذي قلل القولد حقها for support item balance changes هذي الانيشيال ال items or starting items حقت السupport اسمه سوي عليها balancing شوية i don't think there's major changes other than gold and health and all that التابي انا من عادت ليش غيره لي اسمها صراحة من رزعلت منهم slated steel cups قول لك a long long time ago ninja تابي قرنتي dodge chants allowing users to sometimes avoid basic attacks that stop being the case هاي يقول لك اول كانت نيجي تابي كده عشانها leather شكلها صغير عشان في عندنا dodge في القيم شلنا dodge من القيم المفروض هذي انها يتاخد damage فخلوها شكلها كده stay steel for plated steel cage فعشان تسحووها حديد غيروا اسمها زيخ removed items extek glp luden zeko liandries طبعا انشال ال items هذي حطوا الميثيك بدالها يقول لك هذي سارد ميثيك 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 هذي سارد اخ سريح Amonglessiker ميثيك وهذه الأشياء في فخه حفظ اثيك الميثيك حقه reversal ميثيك فاخت في فييس صحيح аelin اترابع واحد فرستر ايتيم في الشب الحمد لله سبل بيندر ما اتصرف فيه تسارف فيه رادة الاجز تايم سكيلي بلا با ستاتيك شف انشاء انشاء الرونز كنكرر ادابتي فورس بار ستاك واحد فاصلة سبعة لتنين لتنين خمسة لعبا وشرين بلا 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 هيلين اتماكس زوادو ونقصو الهيلين بلا 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 زوادو الدامج ونقصو الهيلين احبت بلا بلايك احبت بلاد لين ماكسيم ماكسيمو ليجين ستاكس 20 ستاكس 15 ستاكس برضو ايلاك اه اوه نقصو اللهيستيل صارت 9% مكسيم عشان في ايتم كثيرة صار فيها ليفستيل او اومني فامب اشعلوا يقللو الستاكس هنا اي الكونكرر النارف حق الكونكرر هاده يعني بغض النظر على انه نرف في الهيلين فأشترك أنه يشحبه أبعاد من نرف إعادة إليه مثل تشيل حيث مشاكة ما تشيل حيث لكن الآن سوف يُحف المساعدة هناك موضوعية جميلة خانقرر إذن pingرر للحيوان فإنه سيزال الفات في الأنة ile قصد كما نظرت مع أنه نرتف علم إنه مره أبعا وستطيع أنه مجرد equal أشياء فإنه لا يجب إيجاب إنه قد يكون صحيح ولكن أنا متأكد أعتقد أننا سترى ا عدد الساعة من الـ Conqueror المنزل تأكيد مع الأنفسية من الأمور كان ممكن أن يستخدم فرصة أنه يستخدم مانا أحسن يستخدم مانا الناس يستخدم مانا الناس فما أدري في قولة champions في الاحتمال في الفترة الجهية الجنب الAP junglers اللي هما في فل AP junglers في البداية هيتطروا مثلا ابني في البداية ايتم زي tier of the goddess جس حتى تستخدم مانا Transcendence gain bonus upon reaching the following level كده 5 ability hast 5 ability hast يعني أي ايتم كانت تسوي كان فيها CDR صارت haste instead haste cooldown reduction no longer increases your CDR على 10% item haste applies on all item cooldowns 15 summoner haste صارت الcosmic insight تعتق 10 item haste على كل على أي item تعتق 15 summoner spell haste ingenious gain 10 item haste item haste affects all اي شي كان فيه CDR تعم راب بردو no longer puts the consumable on a short cooldown if the consumables are stacked the instant restoration is applied after the duration of the initial consumables no longer puts the consumable on a short cooldown if the consumables are stacked يتستخدم consumables مابات نانا دي شابت small clarity update تعم راب تعم راب بردو is a cooldown on consumables which is originally confusing to various fire رون نعم اي احد كان عندو crit في ال passive حقتو they adjusted ال crit تفت ال crit stat الجديد عشان ال crit تتغير عامة notification 1.25 400 اهد اي 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 ا sleeve this is a nerf كتلن this is a balanced لجن لا تغير لا تغير نفس ال اي اي ا嘆 اي اي ا so اي 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 ا causing 50-75 مة % اي تهد اي ا narcissist ال كان يعطي 1-2-5 في 8 حيث يكون بوناس كريتكال دامج برسنت في كريتكال شانس فلات بيدي الفورمولة هذه إذا أذكرتك كنت أصدقائي كنت أخبرت كان في كريتكال دامج الاسم 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 كان أصار أقل من الذي تسويه حاليا في المقابل نفس الدامج حق الكل الذي يسويه الآن يسويه بعدين أبسولشن نفس الشيء الباسيف حقتها وثيفر الكرت قمت برسنتها وقمت برسنتها وقمت برسنتها وقمت برسنتها ندمير نفس الفكرة ياسوا نفس الفكرة الباسيف حقت ياسوا تغيرت شوية لأن الكريتكال سترايك سيكون أبو 100% لأنه دا حين يقدر يوصر أكثر من 100% يتواجه إلى 0.05 بونس AD في 1 أدشينال بير سترايك فكل 1% الكريتكال سترايك سيكون 0.5 AD فلو عنده 150 مسرح سيكون 25 AD نفس الشيء ليوني عشان بي دفولت الاتمز الجديد 3 أربعة فيها جيد شانس أم أدجسمنت يو انرجي لس انرجي كاترينا داقر سلاش أبلايز أون هيت أفكس لحين طيع يمكن 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 نبدأ نشوفها شوية يدي يعني مادري فيزيكال دامج على الار 15% زايد 9.9 attack speed بونس AD بير داقر أون هيت إيتش داقر أبلايز مادري كامل ماكس حق الكريت مادري والله هنا ما في ماكس يعني هنا أي كريت زيادة عليه هيتحول لإيدي يعني بعد المية المية هو الماكس بعد المية خلاص ففي عندك AD build وفي عندك AP build حاليا الله أعلم بونس attack speed زوادو قلالوز energy stack بلا 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 relevant ORN they are making some changes عشان الميثic items والفورج فدحين يقدر يسوي فورج لكل الميثic items الupgrade بألف gold عامة خلاص متوسط 1 for ORN and allies since ORN is still subject to 1 mythic limit أول can master work limit كان يقدر يسويها 2 for ORN وإن 1 for Allah الآن بس 1 عشان ما عندو mythic item واحدة بس الآن بس mythic items change ORN gains an additional 10% bonus health armor and magic resistance ORN gains an additional 4% orn orn resist for each mythic item he upgrades orn 1 4% health armor magic resist whoever is saying permaban ORN ORN has to come out of the game مرحباً كل ما يشيل منيون سيأخذ فراغمنت كل ما يشيل منيون سيأخذ خمسة لما يكمل مئة ستاك من هكس فراغمنت هذه يقدر يسويها بغريد الوحدة من الابلتيس وماعد صار يحتاج يشتري الاتم الالف تلاتمية هذيك اللي كان يشتري بيها ماعد يشتري بيها لحي لازم يفرم زي الناس على الوادم عشان يجب الديثري الرايشيو اللايزر ريشيو 70% الابي ريشيو الافترشوك ريشيو 80% كل الشامبين هذولا عدلو لهم المانا نقصوها زودوها بعشرين عشان شالوا الاتم حقت المانا اللي كانوا يستخدموه والعاتم اللي كانوا يبدعو بيها اللي كانوا يشتروها فيها مانا كلها انشالت فهدو لهم كلهم عشرين مانا اه اضر تشامبين الاسف ماركس بلوكس دامج عشرة عشرة ايه موه موموه نقصوه الارمر ثلاثين عشان الاتمازيشيسي زليده كلها بلد gives them a lot of health a lot of armor اليس زودوها in hit now applies on hit effects interesting سيرافين بيس مانا تشينج سيرافين قارلا اصلا بيحاولوا يغيروها عشان تفت اه تفوق تبير ريفوكس على الميد أكتر ما انها تكون على البط اه يمكن التشينجز هذي will apply that تدودو الارشيو حقت النوت من 7.5 خلوه من 6 7.98 so it scales الهي نوت الدامج 55 تو 1115 ال e-beat drop من 60 ل140 نقصوه الدامج من خلوه 100% اه 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 نعرف ان حتناولها في المنازل حتىicism يقول من المنازل بها متاحة هناك الكثيرين rais ان يتدود ذلك 4 Dan قروب reading Warum إبني الاب influيش ايري في يلعب ....ماذا ؟ يبوهنا يشوف thôiي إثبال ايجا هذا مستحبات .. هذا مفروع فال meat View Passive Attack Speed Per Stack خلّ اي مزراً على إدفوع 6% AP في الإضافة للباية لله، بالجددي أ 1971 و و او إطار الأسفção نحن نقوم بلاهور الصغير نحن أذكر هذه الفيديوية كاليبانية خاصة على مستوى فنحن نتحدث عنه نضع شخص المنطقة لأشياء ديمون شادي برما دابلل ورنوال وستراكا قوية للخول بالفعل بما فيها جميعا لا يوجد الكثير على الهيل ايرام لا تهم بقفص تفق أمام تفق أمام أمام الثالث حتى ننتهى الكل ستأخذ الجوائز الـ End of Season الـ Ranked Updates مثل ما قلنا الـ Pre-Season الـ Update الأساسي أي أكاونت جديد لما دوبه صار سيحاولوا لا يلاعبوا مع أكاونت قدام على أساس يعني أكاونت جديد داخل مع أكاونت قدام القدام يريف اللعب والجديد ما يريف اللعب سيتبهدل أو يعني بعد العشرة ست chopper انتابعه من إطاله .. من إطالة ً المنصر سأقوم مخفضة 2 سأخذ إتناعz الـ vandaag وان هزمت على طرح تنزل ما في ما تستنى ما في شيلد اوكي بنفس الوقت لما تبتطلع مثلا من جولد وان لـPlatform لا في الـPromotion موجود اوكي فشغلوا الـPromotions بين الـProvisionals يعني الـInter-Division Transitions بس خلوا الـPromotions بس between الدivisions اوكي production between divisions will also be removed consequently the motion production between divisions will also be removed without losing a game at 0 LP will result in moving down a division ونفس الشي نفس الشي ما عد فيه protection خلاص إذا أنت كنت gold يعني platform و zero ونهزمت على طول تنزل the gold one okay consequently the motion protection between divisions will also be removed هادي اللي مرة ما تعيون هادي cipher point تنزل عشان تطلع مرة ثانية يبغى لك الpromotion okay last but not least we are removing the ability to do queue at rank إذا كنت في master ما في do queue whatever the reason client updates fixes مرة كثير على 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 client memory leaks مشاكل كثير هذي كلها client fixes bug fixes I'm not gonna talk about this upcoming skins victorious skins هادا victorious حقات إذا انت خدت اش اسم ام اذا كنت gold or above in solo queue ان ارينين اذا كنت وزوم بكده we've finished patch notes 10.23 بطاكم الصحة العافية ونشوفكم في الباتش نوت الكبير قادم thank you so much و بطاكم الصحة العافية السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر